موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرما في كل العالم أهلا بكم ولقاءنا المتجدد مع مورا الأحداث حلقة النهاردة الجمعة 9 سبتمبر 2016 كل سنة وكل أخواتنا المسلمين في كل العالم بكل خير يا رب وطبعا عيد الأطحى على الأبواب يوم الأحد هيكون إن شاء الله الوقفة لحد القادم ويوم الأتنين العيد والأجازة العيد تتراوح ما بين خمس أيام وأربع أيام بالنسبة لما بين القطاع العام والقطاع الخاص كل سنة وحضراتكم طيبين وبمناسبة عيد الأطحى تقدم قدسة البابا تودرس بالتهنئة لسيادة الرئيس السيسي ولكل من رئيس الوزراء وأيضا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أحمد الطيب وأيضا الحقيقة كانت تحمل هذه الرسالة رسالة وكان برقية تهنئة أرسلت للجميع وتم وضعي على الصفحة الخاصة بالمتحدث باسم الكنيسة نموذج على أساس حضراتكم التهنئة بعيد الأطحى داعينا الله أن يمنحكم موفور الصحة يوفق جهودكم المخلصة النهود بمصرنا الغالية لقد تتحقق أموال وتمحات المصريين من تقدم ورخاء ولحق بركب المستقبل من أجل غاد المشرق لوطننا العزيز يعني تقريبا كانت نفس الفكرة التي تم إرسالها لسيد الرئيس السيسي بمناسبة تعيد الأطحى كما أيضا كان هناك قرار بالنسبة للإفراج أو العفو عن 600 سجين وبالفعل إن شاء الله يقضوا العيد 600 سجين تم العفو عنهم عشان يكونوا في وسط أسرهم يحتفلوا بالعيد القرار شمل شباب مشاركين في المظاهرات بدون عنف والغارمات كانوا على رأس المخلى سبيلهم الغارمات اللي هما بيبقوا بيتسجنوا عشان مثلا عليهم وصولات أمانة أو عليهم أموال الأشخاص أو الهيئات لشركات فلحيمكن فيه اهتمام بالغارمات اهتمام كبير فيه يعني حاجة لطيفة كده حصلت إن كان فيه واحد في الحج ورفع يوفيته علشان الدعاء لشخص مسيحي وهنا بقت يعني جه الجدل يا ترى هل ده حق يعني شرعي ولا مش شرعي فمستخدمي مواقع تواصل اجتماعي تداول وصورة لشخص يحمل ورقة أمام الكعبة ومكتوب عليها مينا جورج ربنا يكرمك ويصبح حالك ويرزقك بالزواج الصالح ومن هنا قد السؤال بقى يا ترى إنه كده دعاء لغير المسلمين أو الدعاء للمسيحي ما عمش معنا الصورة ولا لا زمنا الدعاء لغير المسلمين في الكعبة هل يا ترى ده يعني حسب الشرع ولا مش حسب الشرع ورد الحقيقة الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء على ذلك وقال الدعاء للناس جميعا بالخير والهداية للحق والوقاية من الشرور شيء حسن يدعو إليه الإسلام وهو محمود شرعا وعرفا هو بس إحنا هنا ومش بيدعو للهداية يعني هو بيدعو لأنه ربنا يرزقه يعني يسلح حاله يرزقه بالجواز الصالح حموما يعني الحمد لله كده مش هياخد زنب ولا حاجة اللي رفع هذه الصورة وقالوا له ده محمود شرعا وعرفا نيجي بقى القدسة البابا تودر سعيدة بسلام لأرض الوطن بعد زيارة الرعية في الأردن وأيضا حضور مجلس مؤتمر أو اجتمع مجلس كنائس الشرق الأوسط أيضا في خبر هم من نهاردة بالنسبة الأول شريحة من قرد صندوق البنك الدولي أو تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار وصلت النهاردة وعندنا ورضو حاجات جديدة بالنسبة للطائرة الروسية ممكن حضراتكم كنتم تعلمون والطائرة الروسية اللي كانت سقطت في سيناء وكانت طالعة من شرم الشيخ وكان فيه تجميع لأجزائها علشان يتشاف أي منطقة اللي كانت بدأت فيها المشكلة وحصل بعدها انتجار للطائرة أعلنت لجنة التحقيق الفني في حدث طائرة الروسية التي سقطت فوق سيناء أكتوبر الماضي انتهاء أعمال استفاة في أجزاء الطائرة وأنها خلصت إلى وجود منطقة محددة هي الأكثر احتمالية بتكون بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة وأيضا كما تعلمون بعد ما كان الرئيس التقى الرئيس السيسي التقى الرئيس بوتن في قمة العشرين في الصين كان هناك الاتفاق على أنه بعثة هتكون موجودة في مصر علشان خاطر عودة السياحة مرة أخرى إلى مصر وبالفعل هذه البعثة بتقوم بأعمالها في هذا الوقت وإن شاء الله نأمل أنه في القريب جدا هيكون عندنا بإذن الله عودة للسياحة مرة أخرى إن شاء الله كما أيضا توجه النائب العام المصري نبيل صادق إلى روما يعني غادر القاهرة متوجها إلى روما لأنه لسه في كلام جديد في موضوع مقتل روجيني النيابة العامة سلمت السلطات الإيطالية تقرير عن مكالمات روجيني اجتمع وفد النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام المصري مع وفد النيابة العامة الإيطالية برئاسة الدكتور جوسيبي بنياتوني نائب عام روما تبادل الترفان ومعلومات ذات أهمية حول العناصر والمستجدات التي توصلت إليها كل كلا الجانبين حتى الآن شرح النائب العام المصري تلك المستجدات سلم تقريرا كاملا ومفصلا حول نتائج تحليل المكالمات المصرية أو الكلامات التليفونية التي حصلت في مصر والتي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتين الاختفاء والعثور على الجثمان ويقال أن الحقيقة هناك إشارة من خلال هذه المكالمات أنه كان هناك تتبع للأمن لرجيني في الفترة ما قبل مقتله أو في فترة يناير قبل مقتله بكم شهر فالحياة هل ده برضو هيخدنا لقرارات أخرى لأمور أخرى هنعرف بعد عودة إن شاء الله النائب العام من روما بإذن الله بالنسبة لعندنا موضوع قطار العيات هنتابعه وعندنا كمان النهاردة كان فيه قطار آخر في شبين الكوم انقلبت عربية الشبين الكوم بالمنوفية دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي بنسبة وزارة الصحة والسكان قال أن ما فيش أي إصابات إصر خروج عجلات عربة قطار الشبين الكوم رقم 122 من الخط العربية خرجت كان على خط طنطا منوف القاهرة عن القطبان صباح النهاردة الجمعة أثناء مروره بالشبين الكوم وما فيش أي إصابات ولا أي حاج قطلة ولا إصابات في هذا الحادث ولكن بالنسبة لقطار العيات اللي كان خرج عن القطبان وانقلبة لقينا خبر الأول بيقول أن رئيس لجنة النقل بالبرلمان بيقول أوتوماتيك تحويل الكتارات بالعيات لا يعمل منذ سنوات ورئيس السكة الحديد يعلم اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فجرة مفاجأة حول حدث كتار العيات بتفيد بأن أوتوماتيك تحويل الكتارات معطل ومعطل من فترة وبيقول أنه كمان لا يعمل منذ سنوات ورئيس السكة الحديد يعلم دي كارثة الحقيقة لو صح هذه التصريحات يعني كارثة وتفصل لنا الحقيقة ليه تعدد الحوادث اللي بتحصل في منطقة العيات لأنه حاجة بقت صعبة جدا ولكن على الجانب الآخر التحقيقات الأولية التي تجريها هيئة السكة الحديد عن حدث الكتار بتقول أن الحادث وقع نتيجة تحويل مصار الكتار بالخطأ من السكة الطوالي إلى سكة التخزين بمحطة البليدة بشكل مفاجئ مما أدى إلى التصادم بالصداد الخرصاني للمحطة واختراقه طيب هل ده الموضوع ده كده هنا بيعني أنه خطأ تحويله ولا إيه التحويل المفاجئ ده جي منين يعني تحويل مصار الكتار بالخطأ من السكة طوالي سكة التخزين ده كان خطأ يعني عامل التحويله فالحقيقة يعني ولا إحنا فعلا عندنا أوتوماتيك معطل يعني نأمل أنه يكون فيه كشف صريح وحقيقي عن من تسبب أو ما هو سبب هذا الحادث وأيضا معاقبة المسؤولين إذا فعلا صح قصة أنه متعطل وأنه الوزير يعلم رئيس عفوا السكة الحديد يعلم ده تبقى كارثة كبيرة جدا وطبعا راح ضحية القطر ده خمسة وحوالي يمكن عشرين أو أكتر من عشرين مصاب حوادث الطرق بتتكرر بشكل يومي بشكل مفزع هذه الأيام بشكل يعني الحقيقة مقلق بأنه فعلا دلوقتي إحنا لو لغاية دلوقتي بس 2016 مصر هي أول دولة يعني تاخد نمرة واحد في حوادث الطرق وفي عدد الناس اللي بتموت في حوادث الطرق وممكن حتى الدراسات هنلاقيها بتجيب لنا أنه عدد اللي بيموتوا في حوادث الطرق أكتر من اللي بيموتوا في الإرهاب فدي كارثة كبيرة جدا حقيقة ولا نعلم يعني متى سيتم حل هذه الكارثة عندنا مصرع وإصابة 14 في حدث مروع بنفق العبور ستة أشخاص لكم مصرعهم وأصيبها 14 على محور سعد الدين الشازلي المتجه لنفق العبور يعني حدث كبير وأصيب فيه 14 ستة ماتوا تغيير كمان لأنه كان فيه مصرع ستة من أسرة واحدة دولة كانت استضمت سياراتهم بعمود إنارة على طريق العالمين وبيقالوا أن نتيجة لأنه الطريق ده مش مضيء أو أيا كان يعني المهم من الستة للأسف الشديد من أسرة واحدة لكم مصرعهم وكان عند الكيلو 30 على طريق العالمين وادي النطرون إحنا برضو بكرر دايما يمكن لمتابعني الكوملة دي إن دي مش كل الحوادث اللي حصلت إحنا بس بنجيب بعضها لكن لو جيبناها كلها مش هيتسع وقت برنامجنا نحن نعلن عن كل الحوادث ونأمل أن يكون فيه خطط توضع فعلا لتلاشي هذه الحوادث وزير التيران المدني استقبل خبراء أمن التيران الروسي عندنا كمان هنهتم النهاردة طبعا ده وزير التيران المدني شريف إسماعيل عفوا شريف فتحي عندنا كمان النهاردة موضوع مهم جدا وهو تداول الأخبار بالنسبة لأن هناك كشف على السادي للأمهات المردعات علشان قبل السماح ليهم أو قبل ضمهم بالنسبة لصرف الحصة الشهرية من الألبان ألبان الأطفال اللي نحن لسا نتكلم فيها فإحنا عندنا مشكلة الحياة في موضوع ألبان الأطفال لسا ما زالت بعد ما انتشر هذا الكلام بأن هناك كشف يتم على السيدات علشان أحقياتهم أو عدم أحقياتهم في صرف الألبان فجانة بنفي من نزارة الصحة ولكن على الجانب الآخر ناس كتير من السيدات قالوا أن بالفعل بيتم الكشف ده وبالفعل طبعا بشكل مهين للسيدات وهناك يعني الحقيقة يعني حاجة غير طبيعية بدل من أنت تعمل الكشف ده ما تخلي السيدات مع الطبيب المعالج أو الطبيب المتابع ليها والطفالها هو اللي يدي تقرير مثلا وتقرير يكون لكن ليه أنت تكشفه ليه الحكاية تبقى بهذا الشكل وليه برضو أزمة حصلت نفي وزارة الصحة الحيانة متابعة وسائل علام كتير كانت تحدثت عن الموضوع ده كمان وكان فيه متحدث من وزارة الصحة كانت مزيعة بتسأله بتقوله الناس بتشتكي أن اللي بيكشفه رجالة وأن فيه بعض الكرة محتاجين ستات يكشفه وراح رادد عليها وقال لها لا يا فندم احنا موفرين في كل الوحدات ومش عارف ايه سيدات وبعدين حتى لو فيه وحدات مثلا ما فيهاش سيدات طب ما يبقى فيه ممرضة السيدة بتبقى مع الدكتور يجب عدم الحساسية في الموضوع ده يعني هو بنفسه في لقاءات على الهوى متحدث بسوزات الصحة اعترف بداه وقال إنه فيه كشف منين بقى بتنفو يعني يا جماعة مش معقول كده طب ما يعني ما تخلينا يعني طبعا بعد ردود الفعلة الغاضبة من الناس على موقع التواصل الاجتماعي نروح ننفي ونلخبط الدنيا والحقيقة قطوه وتلاقي الناس بقى تلاقي برضو نفس الحكاية للأسف الشديد الناس اللي بتقول إنه فيه كشف دول يبقوا ضد البلد وضد السيسي بصوا بقدرة قادر بقدرة ويبقوا أخوان والناس اللي بمعها إنه ما فيش كشف على السيدات وإنه مصر بتحترم السيدات هم دول اللي يبقوا حلوين يعني فيه إيه بس كل حاجة بنقلبها لإنت مؤيد أو معارض للسيسي وإنت أخوان أو مش أخوان مفيش حاجة كده ناخدها بإنه خلينا نواجه الموضوع وخلينا ندرس وخلينا نعالج الدنيا ونحط التقنيات الصح يعني في إن إحنا عايزين الأمهات آه إحنا معيكو إنه من حق الأمهات اللي هي بتردع طبيعي خلاص فعلا ما تاخدش اللبن ولو ما عندهاش مانع للرضاعة الطبيعية لنفهو تردع طبيعي كويس إحنا مش ضدكو في الموضوع ده ولا وقفين يعني ده حاجة جميلة إحنا بنشجعها ولكن الطريقة طريقة في إقدارة الأزمة من الأول ما اللبن يختفي وهو توزع في أماكن تانية إن محلياتها المسؤولة أمور كتيرة جدا في الأزمة دي أو في الموضوع ده خلينا عشان الناس بيجي لها حساسية من كلمة أزمة وطبعا دخل الموضوع في الحساسية برضو دخول الجيش في موضوع إنه الاستراد 30 مليون علبة ولا مش عارف كم علبة يعني علشان هتتبع بدل 60 جنيه ب30 جنيه فأرجوكم أرجوكم مش بالطريقة دي في كل حاجة تحصل في مصر تنقاسم الدنيا لفرق وإنه الفرق اللي بتؤيد إنه آه وزارة الصحة نفت ما تعدوش بها تقولوا الكلام ده أنتو ناس مغردين أنتو ناس عايزين توقعوا البلد هتوقعوا البلد في إيه في إن احنا بنواجه حقيقة بتحصل وبنقول عايزين بس إن احنا نعدلها إيه وقوع البلد في قصة زي دي يعني أنا مش قادرة مش قادرة يعني أقتنع بإنه الجدل اللي بيحصل عموك على تواصل اجتمعي بهذا الشكل بإنك انت ما بين مؤيد للسيسيو مع البلد وما بين إنك معارض ضد البلد لو أنت يعني مش معنا في وزارة الصحة أرجوكم طيب معنا الحديث حول هذا الموضوع الأستاذ محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء أستاذ محمود برحب بحضرتك معينا أهلا بحضرتك طيب في المداية طبعا يعني هل خلينا في الخبر بالنسبة لوزارة الصحة ونفت إنه بيكون فيه كشف على سدي الأمهات المرضعات عشان أحقياتهم في صرف الألبان ما مدى صحة هذا الخبر أو ما مدى صحة النفي تمام الحكومة المصرية لجأت لتعزيز شروط الصحية للأمهات لبيان إن كانت محقف صرف الألبان أو لا نعم 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 وأصلا بسيط من نظامة الصحة العالمية حتى واقف ضد الكلام ده كله اللي بنصار في القاهرة دلوقتي إن أهل السيدات بيتم يكتشف عليهم مباشرة صنعا عن طريق أطباء رجال بحيث إنه هو يكتشف إذا كان صدرها بيدر لبن أو لا الأمر مش بشكلة هو الأمر اللي وحدات مراكز الأموة والطفولة تفتقد لأي سواتر بحس إن الأم تحتفظ بخصوصيتها وكده وفي نفس الوقت فيه فيش أماكن منفردة للكشف وما افتكارش إن فيه طبيب وسط الظروف اللي غير مؤهلة بالمرة ديت هيقدر إن هو يشوف شغله كويس نفس الوقت بالرز يعني يعني بس كلام حضرتك هنا كلام حضرتك بيؤكد إنه فيه كشف يعني إحنا فإيه الحكاية يعني ليه النفي وليه الحكاية بقت زي ما أنا يمكن قبل وحدتك تكون معنا بتحدث عن إنه لو هو ده شرط من الشروط وبيتعامل وإن إحنا ضد النفي إحنا بنقول النفي ده مش صحيح إنهم ينفوا لإنه الكلام ده بيحصل فبنتحول بقدرة قادر بين الناس اللي بتقول إنه الكلام ده بيحصل للكشف ده بيحصل بينهم ضد الدولة وضد السيسي فإذن حضرتك بتتحدث عن خمس شروط تحطط من قبل وزارة الصحة علشان صرف الألبان للأم التي تستحق أو للطفل الذي يستحق من ضمنها هذا الكشف فيه شرط فيه شرط إن الأم ما يكونش بتدر لبن كافي أو بعلها شهر بالضبط ما فيش بتدرها لبن فبدأت أقتل زي غير بكشف طبيب فما الشرطي واضح وباين يعني إذن هناك هناك كشف نتيجة لأنه ده شرط من الشروط يعني يعني عايزة برضو أتعرف على بقية الشروط بعد إذنك سيد محمود أنا حضرتك بتقول إنها مكحفة أو تكون مصابة بمرض مزمن أو تكون ما عندهاش لبن في سيدرها أنا عايزة أفهم ده يعني لو عندها توقم ما يتصرف لهاش ولا لو عندها توقم يتصرف لها مش فاهم إيه لا يتصرف لها الأول ما كانش يتصرف لها كان لازم ثلاثة لكن صلحوا وقالوا إن هو توقم واحد شوفي هي الحكومة المصرية اترأى من سنة 2009 عندها تهرب من فكرة دعم الألبان الأطفال ما قبل سهولة 25 يناير وما بعد 25 يناير نفس التوجهات واحدة النبالغ المخصصة المكررة للألبان الأطفال كل سنة الميزانية بتاع الحكومة المصرية بتنخفض عن السنة اللي قبلها يعني آخر صفقة الحكومة المصرية جايباها 21 مليون علبة ده في 2015 السنة دي احنا جايبين 18 مليون علبة في بلد فيه نسبة مواليد بتصع عدد مواليد بيوصل حوالي من مليون وستمئة ألف منهم من 11 لتبعتاشر في المية أطفال يستحقوا ألبان سنة عيو يعني احنا لازم يكون علشان ما نشكيش من نقص أو حاجة زي كده لازم يكون الحكومة المصرية جايبة من 22 ل 25 مليون علبة غير كده يبقى احنا داخلين في الفجوات وداخلين في أزمات بدل أن الأسرة تاخد 8 علب إلى 6 علب المقررة اليوم شهريا فرب الأسرة أو الأم بتفوح بيدوها علبتين أو علبة وكلام ده كله هو اللي بيعمل الأزمات هو اللي صدروه حتى مش العدد يعني أستاذ محمود يعني اللي تم تصديره حتى والدنيا كلها هنا مش قصة أنه أنت عندك اللي بيستورد ويودعم هو أقل منها الاحتياج لا ده هم راحوا لحتة الفساد والحتة أن فيه ناس بيتم بيع العلب دي لمصانع حلويات فما كانش بتوصل للمستحقين يعني أخدوا الجزء ده بس أنا كان نفسي تمام أنا ده اللي بقوله أنا مش معهمة يعني إحنا ما نقدرش ننكر إن كان عندنا سوق يعني لازم إنها كرب برضو إن إحنا عندنا سوق توزيع كان بيتم سنفاتك وتفرب هذه العبوات إلى السوق السوداء أو بعض مصانع الحلويات لكن خلينا في صلب الموضوع هو تهرب الحكومة المصرية من استحقاقات العدالة الاجتماعية حديدا في مجال الأطفال الروحة دي برضو نقطة مهمة حضرتك كده بتصيرها على اعتبار إن الموضوع مش بس إن إحنا عندنا مشاكل في إنه في عبوات بتروح سوداء لا إحنا عندنا كمان مشكلة من المنبع الرئيسي من أصلها إن الكميات اللي جاية كمان لا تفي الاحتياج العدد الموجود في مصر من الأطفال طيب تاني حاجة كانت أنا مع حضرتك دلوقتي موضوع بدل ثلاث توائم الحمد لله بالتوقم واحدة التوقم واحد يعني اللي هم طفلين يكون مصابة بمرض مزمن وهو ما كانش محدد ورجح حدد أذر مطيد أو رام أو أمراض مناعة تمام وكده وفي نفس الوقت نحن برضو كنا بنفس سائل في الشرط ده تم فيهم مصريات كثيرات مصابات مثلا بالأنيميا الحدى وحديثنا الصحية مزيد وبعدين الشرط مهم جدا من اللي هم كنا نتكلم عليه ولكن يعني أنا فيه علامة استفهام كبيرة جدا قدام المنظمات المشاوية اللي بتعمل في مصر المجال دعم حقوق المرأة والطفل والطفولة وهكذا فيه عندي 11 مليون امرأة عاملة في الحكومة المصرية وفي القطاع الخاص بيشتغلوا من 8 ل 10 ساعات إزاي هذه الأم تقدم أو تردع ابناها غير أنها تلجأ للألبان الصناعية دي علامة استفهام سهيرة جدا جدا يعني يمكن دي برضو كجزء لها المفروض بيكون في شفط ألبان الأم بتحاول تخزن لطفلها وده بيتعامل في كل حتة في العالم يعني وإنه طبعا زي ما حضرتك هنا طبعا مش هيبقى احتياج زي فعلا أن أم مش قادرة تردع خالص يمكن ده برضو حاجة يعني تستحق أنه برضو الاهتمام بيها ولكن الأمر طبعا الأكبر هو الأم اللي مش بتقدر تردع واللي هي فعلا يعني غلبانة بتستحق هذا الدعم إن هي تاخده بخمسة جنيه لأن إحنا دلوقتي تم طرف عبوات لبن بتلاتين بدل ستين طيب في حاجة تاني من الشروط حضرتك تم موضوعة وشايفها برضو إنها شروط صعبة شوية هي هي المجمل الشروط الخمسة اللي هم عادتينها أنا شاءت إنها تختصر لمعايز العدالة والتأميز بين البشر وهو دوت يعني فكرة إن أنا بأكد على الشروط وبصعبها جدا علشان أطلع كم جبير جدا من الجدول المستحقتين فبكتالي أقل الأعداد ون يكفل الموجود عندي طيب دي نقطة طبعا يعني تستحق ولكن هل أنتو يعني برضو حضرتك قلت لي حاجة إيجابية إنه لما اعترضتوا على موضوع ثلاثة وائم استجابوا بأتوأمين فهنا أو بأتوأم واحد عفوا هل برضو في تواصل بحيث أن قصة الكشف اللي عاملة قلق شوية واللي في ناس بصالها بإنه ده شيء موين وإن حضرتك قلت ما بقاش فيه ساتر وكلام ده كله هل مثلا لم يتموا مناقشتها بإنها تبقى أي أمرأة بتتابع مع طبيب أطفال وليها طبيب النسب بتاعها ليه ما يبقاش فيه مثلا تقارير أو خطابات تيجي وتقدم ليه لازم الطبيب بتاع الوحدات وحضرتك برضو كنت ليكي اعتراض على موضوع أنه توزيعها عن طريق المحليات توزيع الألبان عن طريق المحليات برضو حياتك ذكرت على صفحتك أنه فيه تجربة كده مش لذيذة يعني أولا القصف الموضوع عن المحليات عندنا في مصر عندها مشاكل المتعلقة بالفساد الإداري وكذا وإحنا كنا متخوفين وما زلنا متخوفين من حدر نجاح التجربة شوفي خلينا تفرمها حضرتك هي الألبان المدهمة اللي كانت بتلاتة جنيه ثم أصبحت لأول مرة من 37 سنة بخمسة جنيه دي كانت متتوزع أبطيف مراكز أمومة والطفولة مكنش فيه داعي اللي حصل ده كله وأن احنا نختلف أزمة هي كتب قصة كلها أنه عندي 3 مليون علبة للأطفال اللي بعد 6 شهر دول اختافوا دول النقص اللي مجاش فالحكومة حبت تتغلر على الكلام ده كله عن طريق إحكام التوزيع فقالت لو وزعت بالكارت الزاكي يبقى أتخلص من نسبة الفائد وبالتالي أعوى بالنسبة اللي أنا ما قدرتش أجيبها فهنودي مراكز أمومة والطفولة المشكلة هل كل مركز أمومة والطفولة فيه طبيب وهل هو مضرب على الكلام ده كله وهل فيه أخصاء نفسي لأننا شفنا مناظر سيدات وقفين في التوابير حاجة مهينة جدا عندهم درجة من درجات الهالع تقريبا نحن بنتكلم مثلا على صعيد مصري ودلتا مصري فيه هناك عادات وتقاليد السيدات بتحرص عليها دائما فشفنا أن فيه بعض الناس بتخرج من الطبور أنها خلص مش عايزة لبن مش عايزة حد يكشف عليها وبالتالي مش عايزة علبة اللبن بتاعزها طبعاً هي يمكن صحيح صحيح ويمكن إحنا لاحزنا منذ بداية الموضوع ولما قيلوا أنه أزمة في أنه السيدات كان ما كانش فيه إدراك أو ما كانش فيه ترتيب جيد من وزارة الصحة بأن هي تم الإعلان مسبقاً عن التغيير يعني الحال الأسف تعامل الوزارة نعم ثلاثة في اجتماع مجلس الوزراء أنه عنده مشروع لما كانت الألبان الصناعية فاستصل إلى المصحقية ثم أعلن في شهر يوليو أمام مجلس الشعب نفس النظام في واحد تسعة اكتشفنا أنه ما فيش حاجة على الأرض خالص إطلاقنا درجة أننا بسينا شور للعربيات وهي لسه بتودي الألبان الكلام كان يوم واحد تسعة بالزبط يعني المراكز دخل فيها ميكانة إمتى رحلها طبيب إمتى تشفنا مثلاً أن وزارة يوم واحد تسعة وهو مفروض أن يتم التسليم فيه بعت لسه للسيادلة أن الشغلة يبدأ من تمانية الصبح لتمانية بالليل السيادلة عفارة جداً على اعتبار أنا مش فاهم يعني مش قادر أتفاهم من تمانية الصبح لتمانية بالليل ليه الألبان مش دخل في دائرة الطوارئ بالنسبة للسيادلة أو الأطباء وحاجة زي كده فده عامل أن السيادلة هشتغلوا أوقات كثيرة جداً جداً فهم طلبوا بحقوقهم في نفس الوقت أنها هشتغلت ماشرة ساعة المجمل أن ما كانش فيه السعادات صحيح هي دي يمكن سبب صحيح سبب إصارة الموضوع من الأول أنه ما كانش فيه ترتيب اللازم من الأول ولا الإعلان المسبق بالترتيبات هتكون إمتى بالتواريخ بتاعتها بكل حاجة بحيث كانت تدرس أي أمور زي حتى الخاصة بالسيادلة الحين أشكر مجهوداتك أستاذ محمود ونأمل أنه يكون فيه تواصل دائم من خلال مركزكم ومن خلال زي ما حضرتك تحدثت أنه برضو الجامعات النسوية أنه يكون فيه تواصل مع وزارة الصحة لتصحيح أي أمور لأنه إحنا بنتحدث هنا أنه أي تجربة جديدة بالتأكيد بيكون فيه أثناء يعني تجربتها أو أثناء يعني تلفزها نحن نبني عليها آه يعني نشوف السلبيات بتاعي يعني أنا كنتم تخيل أني قبل 1-9 بعشرة أيام مثلا وزير الصحة يعمل بروفا جنرال عشان نشوف كيه النقص اللي موجود عنه تجربة كيف عشان ما نستنعش أزمة ونعمل مشكلة كبيرة من لا شيء فعلينا أنه نتعلم من اللي جاي صحيح صحيح أنا بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله ونعمل طرح كل السلبيات في التجربة هذه التجربة وإحنا طبعا بنؤيد أنه بالتأكيد عايزين الألبان دي تروح لمستحقيها بكل الوسائل المشروعة وبالمتاح بس يكون بشكل إنساني بشكل محترم حاجات دي كلها الحقيقة نفسنا أنها تراعة إن شاء الله أستاذ محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء بشكرك شكرا جزيلا طيب ده هنا موضوع أعتقد يعني زي ما قلنا أنه أنا حبيت بس الرسالة أنه ما فيش مشاكل أبدا يا جماعة احنا دلوقتي المعارضة أي معارضة على أي شيء أو أي لفت نظر على أي حاجة في تجربة جديدة بيكون فيه هجوم حاد ولازع جدا يعني ليه يعني بالراحة بالراحة كده وفي نفس الوقت خلينا نتفق إن إحنا كلنا في مركب واحدة خلينا نتفق إن كل حاجة وكل تجربة جديدة بيكون لها سلبيات بيكون مجرد تنفيذها فإحنا مفيش مشاكل خالص مينفعشي الناس تهاجم ولا صحفيين يهاجموا علشان قالوا إننا في الوزارة ده مش صحيح إنه ده للأسف يعني تقالت كده ما هو أنا بقول لكم أنا ممكن أدور على الفيديو ده واجيبه أنا سمعي في إحدى القناوات الفضائية ومسؤول الوزارة متحدث باسم الوزارة وهو بيرد على المزيع وبيقول لها كانت تتكلم عن موضوع كشف دكاترة الرجال فرد عليها ما نفعش ما قالش إنه ما فيش كشف مختين بال حضراتكم فخلينا بس كده نكون فيه تروي الأمور كلها تدرس نأمل إنه يكون فيه معالجة لهذا الأمر بإنه يكون فيه نوع من أنواع الكشف المسبق هو لو كان من الأول فعلا إعلان مسبق كان ابتدت تترتب كل الأمور دي وكانت السيدات المستحقات بيبقى لها تقارير طبية سهل جدا إنها تطلع ما يكونش مزورة ولا أي حاجة فأعتقد إنه يعني المواضيع دي محتاجة إن إحنا كلنا ما حدش يخون حد ما حدش يكدب حد ما حدش يتهم حد عشان نمشي مع بعض كلنا في تصحيح المنظوم منظومة جديدة جميلة عايزين اللبن يوصل لفعلا الأطفال اللي عايزينه والأمهات الغلابة ما يروحش الأمهات تانية تبيعه أو واتفر يعني فبالتالي نأمل إنه الموضوع يتحط على الطريق الصحيح بالنسبة للحجاج ارتفعت عدد وفيات بين الحجاج المصريين لخمستاشر حالة ولكن كلها حالات مرضية يعني الحمد لله ما فيش تدافع ما فيش أي حاجة كلها حالات هبوط في الدورة الدموية يعني ناس كبيرة في السن وخمستاشر حالة إلى الآن يعني إلى يومنا هذا كمان في مصر تمدد فتح معبر رفح الحدودي مع غزة والسلطات قررت تمديد فتح المعبر في الاتجاهين بالنسبة للحالات الإنسانية كمان يعني وطبعا كان كان هناك أيضا يعني الحياة وقفة جميلة من مصر مع الحجاج الفلسطينيين تساهلت لهم عن طريق المعابر علشان يسفروا للحج ودي كانت برضو حاجة جميلة نيجي بقى حضراتكم بالنسبة كان في الملفات اللي تم مناقشتها أثناء اجتماع كنائس الشرق الأوسط في الأردن من الملفات الهامة اللي تم مناقشتها هو ملف اضطهاد وتهجير مسيحية الشرق الأوسط ده تصدر مائدة اجتماعات الدورة الحادية عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط بالعاصمة الأردنية عمان بحضور 24 من المتارينة والبتاريكا وعلى رأسهم قدسة البابا تودرس بابا الأسكندرية بطريق الكرازة المركوسية المتران مونيب يونان رئيس الاتحاد بالعالم فسر ده بالنظر إلى خارطة العالم في نيجيريا بوكو حرم تضطهد المسيحيين في الفلبين طبعا نحن عندنا طبعا الجامعات الجهادية في العراق وسوريا هناك العديد من المناطق اللي تم اخلاقها تماما من مسيحييها في الشرق الأوسط فالأزمة دي مستمرة زادت بشكل كبير مع وجود ما يسمى الدولة الإسلامية داعش فبالتالي هذا الأمر يعني يعتبر طبعا أمر هام جدا ومناقشته في خلال اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط كما كان هناك أيضا كما تحدثنا الحلقة الماضية بأنه كانت هناك كلمة هامة لقداسة البابا تودرس في أثناء الاحتفالية وأيضا أو في أثناء الاجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط وأيضا كان حضور للدكتورة نبيلة مكرم وكان لها أيضا كلمة يعني السيدة الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة هم قادمون جدد هم من جزور الحياة ومن جزور التاريخ ومسيحية الشرق الأوسط ليست مجرد مدحف زي معبر الكاسيليكوس أرام لكن المسيحية مسيحية حية وكنائس عاملة وفاعلة وحاضرة ومتعاونة وبتاخد من وسيط السيدة المسيح أن يجب أن يكون لها دور الملح الملح زي ما أشار أحد المتكلمين لا يوضع في الملاحة الملح بيستخدم وبيدخل فيه الطعام وده شيء مهم جدا عشان يعطي العزوب طبعا هم كلها مناقشات سرية وكلمات حية وفي جلسة اليوم شركة السيدة الوزيرة الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصطينيين في الخارج وألقت كلمة هادئة عن أهمية ربط المهاجر بوطنه وفي نفس الوقت اعتباره سفير للوطن في المكان اللي هو موجود فيه والرعاية اللي بتقوم بيها الكنيسة في تجميع أولادها وفي حفظهم من الزوابان في المجتمعات الجديدة لكن في نفس الوقت تفاعلهم مع المجتمعات الجديدة بحيث ان يبقى فيه نوع من التبادل ما بين المجتمعات الأم والمجتمعات الحديثة اللي عاشوا فيها انا اتشرفت النهاردة ان اكون موجودة في هذا الاجتماع المهم جدا خاصة في الوقت اللي منطقة الشرق الأوسط بتمر بتحديات داخلية وخارجية الحياة فكان مهم جدا في كلمتي ان انا يعني اطلب واوثم من الحقيقة قبل ما اطلب من كنائس الشرق الأوسط ببث والمزيد من بث الروح الوطنية لدى المهاجرين لانه الحقيقة احنا شعب متدين سواء مسلم او مسيحي وبنلجأ للكنيسة او للجامع في الخارج هي ما لازنا الاول والاخير وبالتالي مهم جدا انه اللي بيرتبط بالكنيسة في الخارج لابد ايضا من ان هو يبقى على علم بكل الحاجات اللي بتحصل في مصر الافكار المغلطة فيه طبعا استقطاب لابناء انجيل الثاني والثالث في الخارج بما يرد بالسلب على البلد اطلب من كل كنائس الشرق الأوسط بالتكاتف امام كل هذه التحديات لان احنا مختلفين اذا كان الارتودوكس والكاتوليك والارمان والروم انما كلنا جسد واحد طيب يعني ده طبعا حاجة جميلة زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما شفتم كده الاجتماع ده بيهدف لإيه وتم مناقشة امور فعلا سرية جدا الحقيقة الكرم الجميل اللي كان من الملك عبدالله اثناء وجود قداسة البابا في الاردن فالحقيقة سمو الامير غازي اللي كان لا زيارة اسم مجلس اماناء هيئة موقع المغتس اثناء زيارة قداسة البابا توادرس لمغتس السيد المسيح بالاردن اعلن عن مكرمة من جلالة الملك عبدالله الثاني بتخصيص خمس دون مات لصالح منفعة الكنيسة القبطية لاغراض التوسعة للكنيسة الحالية واللي هي قايد الانشاء الحام نشكره على هذا القرم وكان كان استقبال جميل جدا لقدسة البابا ولقاء مع الملك عبدالله وايضا دعا قداسة البابا كل المسيحيين لزيارة هذه الاماكن المقدسة وعلى رأسها طبعا مغتس اللي اتعمت فيه السيد المسيح وكان فيه مغارة ايضا لليحن مع مدين هناك بقى نروح للاحكام المصرية ونفكركم ونرجع بقى كده كام سنة وراء وموضوع كنيسة القديسي التفجير اللي حصل كما تذكرون حضراتكم من عام 2011 احنا بنتكلم على خمس اعوام عدت او بعد اربعة سنوات وفي حكم تاريخي قدت محكمة القضاء الاداري والمقامة من اسر شهداء كنيسة القديسين القديسين بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين الى نيابة امن الدولة العليا جاء منطوق الحكم بإلغاء قرار سلبي بامتنع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين وما يترتب عليه من أثار الحقيقة الكل بيشهد بانه ده قتى بعد مجهودات للمحامي لأستاذ جوزيف ملاك انه فعلا يعني عمل مجهود جميل جدا وربنا يكمل ان شاء الله واكيد هتكون لنا فرصة برضو نفهم منه ايه الابعاد الحكم ده لانه برضو في ناس واخدى الامر بانه صعب قوي انه يكون فيه إثبات لمن كان وراء هذا التفجير يعني في كنيسة الكدسين في الأسكندرية في ليلة رأسستانة يعني الله أعلم هل فيه أمل انه فعلا يتم الكشف ويتم التقديم والتحريات تتقدم من وزارة الداخلية للقضاء بحيث انه نوصل لمن هم المتسببين ولا ده كان تخطيط مين الله أعلم احتمال يعني مش هنحط برضو هنتفائل ايضا بننعي اسرة كهن شاب كان يعني تنيح اسر حادث القص منسة يوحن دولار يوسف في كهن كنيسة البابا أسانسيوس الرسولي بعزبة عبدالسايد تابعة لإبرشية مغيغة والعدوى تنيح يوم الأربعاء في حادث سائر يعني خدمته الكهنوتية تقارب خمس سنوات فهو قص شاب ويعني لسه يدوب خمس سنوات في الخدمة ربنا ينيح روحه وربنا يعز كل أسرته ومحبيه وكل شعب كنيستو كنيسة البابا أسانسيوس الرسولي موضوع قانون بون الكنيس احنا منسناش ولا يا حاجة احنا مستنين بس قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت عن بعض الحاجات اللي تم نسبها لأنه ده بعد القانون حصلت وبأكد عليكم تاني موضوع كنيسة الرحمانية اللي في لؤسر مفتوحة لها سنة من أغسطس 2015 ما لاش أي علاقة خالص هي كانت مغلقة فيه بيقول ما بين 20 ل 30 سنة يعني في فترة طويلة ما كانش ليها علاقة خالص بقانون بناء الكنيس ولكن ما زال موضوع زي ما كان معانا الأستاذ كمال زاخر المفكر في حلقة تحدثنا فيها كانت بعد هذا بعد إقرار هذا القانون من البرلمان وهو كان ذكر أنه هيكون فيه خطاب يرسل للسيسي أو مذكرة وبالفعل أعلن كمال زاخر مؤسسة طائرة العلماني الكبتي قيام وفد من تنسيقية الموطنة التي تضم عدد من الحركات الكبتية والشخصات العامة والسياسية والحزبية وكل مجتمع المدني بتقديم مذكرة رسمية صباح الثلاثاء تم تقديمها للماضي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي المطالبة بعدم التصديق على قانون تنظيم وبناء وترميم الكنيس فده كان في إطار أننا منتظرين يا ترى الرئيس هيدرس هذه المذكرة النقاط اللي كان عليه اعتراض أنا بقول لحضراتكم بستبعد أن يكون فيه خلاص هو قانون تلعب هذا الشكل ولكن كلها محاولات وبعد كده هنشوف برضو عندنا بعض النقاط اللي بعد ما تقال من قانونيين ومحامين أنه ينفع أنه يتم التعن بعدم دستورية هذا القانون فيه نقاط الحاكم ترحل أستاذ مجدي خليل هنحاول برضو في حلقة لاحقا نحن ندرسها بتبين برضو أنه يعني صعوبة ده فيه بعض النقاط المهمة اللي يجب أن لا نخفلها ولكن زي ما بنقول إحنا الكل اللي يقدر يعمل حاجة في إطار تصحيح هذا المصار ياريت وفي النهاية يعني هنشوف إيه اللي هيتم يعني ولسه ما فيش قرار جمهوري أو ما فيش قرار رسمي بأنه لازم زي قانون الخدمة المدنية مثلا النهاردة عفوا القانون الكويمة المضافة النهاردة كان فيه قرار أو بالأمس من الرئيس السيسي بإقرار خلاص لازم الرئيس يصدق على موافقة البرلمان أو على تمرير البرلمان لأي قانون ويتم نشره في الصحف الرسمية قانون بناء الكنيس لسه لغاية دلوقتي ما أعلنش من الرئيس ولا تم نشره في الصحيفة الرسمية فبالتالي إحنا في إطار بس المرحلة أنه البرلمان أقره عشان تبقوا بس حضراتكم فاهمين الإجراءات الرسمية اللي بتحصل لأي قانون لكن على الجانب الآخر كان فيه قرار جمهوري بكنيس جديدة فيه مثلا كنيسة جديدة بالتجمع الأول كنيسة أبي السفين والأنبا مقار بمركز خدمات التجمع الأول بالقاهرة الجديدة وده برضه هو الخبر بيقول كده يأتي قبل العمل رسميا بقانون بناء الكنيس الجديد بعد اعتماده من مجلس النواب قبل العمل رسميا يعني حتى الجملة اللي مكتوبة يعني أنه لسه فهذا القرار طبعا بالكنيسة بينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا الكلام ده كان من يوم 29 أغسطس فده ملوش علاقة برضه بقانون بناء الكنيس موافقة وزارة الإسكان دي موافقة تانية من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مجلس إدارة هاية المجتمعات العمرانية وفقت على طلب إبرشية أسوان لإقامة كنيسة مدينة أسوان الجديدة للأقباط الأورثوزوكس والوزير أعلن عن موافقة المجتمعات العمرانية كمان لطلب الآن بابا سنتي أسوكو في حلوان والمعصرة ومدينة 15 ميو لإتاحة قطعة أرض لإقامة كنيسة بمدينة 15 ميو كل ده في إطار المدن الجديدة إنه المدن الجديدة بتاخد قرارات كده برضه لسه ملوش علاقة بقانون بناء الكنيس وزي ما قلت لحضراتكم إنه كنيسة العدرة الرحمانية بأكد تاني هو إن الكنيسة كانت مغلقة لأسباب ما ما كانش لها علاقة موجود التاريخ ده تاريخ الكنيسة موجود اللي يدور ويكتب بس كنيسة العدرة الرحمانية هيعرف تاريخها وأسباب إغلاقها وإنها تفتح 8 سنة ما لهاش علاقة بالكنيس المغلقة في القانون لأن القانون ده مازال فيه برضه لعيب بتاع إنه ما حددش يعني ما اعتبرش الكنيس المغلقة إن ليها نظام غير إنه قالك هيتم تتقدم بيها تقرير أو يعني وبعدين بعد ما تتقدم ما تتجمع الكنيس دي وموقفها إيه هيتعمل لجنة هيعلن عنها رئيس الوزراء فبالتالي هنا ده ده على فكرة اسمها موسوعة تاريخ أباط مصر موسوعة جميلة جدا عن فكرة أنا بشكر المؤرخ عزة الدراوس والعاملين معاه على تاريخ حاجات كتير جدا مؤرخة فلما تقف قدامكم أي حاجة عايزين تعرفوا أصلها ادخلوا للموقع ده وهتجيبوا تاريخها كان إمتى والكلام إيه والأخبار اللي كتبت عنها وتم إعادة فتح هذه الكنيسة أغسطس العام الماضي 2015 فبلاش بقى تهليل والمواقع ويا سلام ما شفتوا يا جماعة وهو الكنيسة كانت مغلقة وقانون فتح كنيسة ما فتحش القانون لسه ما أعلنش عنه حاجة طيب نيجي بقى أيضا كان فيه اجتماع هامل برشية المينيا وأبو كوركاس لمناقشة القانون وده كان عقد عن طريق نيافة الأنبى أرسانيوس والأنبى مكاريوس وده كان علشان برضو أعتقد إحنا كده في إطار اليومين دول المفروض أن بتتجمع كل الكنيسة المغلقة المينيا بالذات أعتقد لها نصيب الأسد في الحاجات لزي كده وفي المشاكل كلها بالنسبة للكنيسة عندنا برضو الحدث الجميل الحدث الهام اللي كان في روما في قاتدرائية القديس بوتروس في القاعة اللي هناك لأمام القاتدرائية وهو إعلان تقديس أو إعلان قدسية الأم تريزا البابا فرنسيس يعلن في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكون في روما قدسة الأم تريزا الرهيب الكاتوليكية التي اشتهرت بمساعيها الخيرية من أجل الفقراء والمنبوذين في العالم ويمنحها لقب قديسة كالكوتا تريزا اشتهرت في الهند بالصاري الأبيض المخطط بالأزرق وهي تزور المرضى والبؤسة للمساعدة والمواسات الأم تريزا أو أنيس جونكسا بوياكسيو كما هو اسمها الحقيقي ولدت عام 1910 في سكوبيا في ألبانيا حينما كانت هذه الأخيرة جزءا من الدولة العثمانية ثم دخلت الديرة في 18 من عمرها وأرسلت إلى أيرلندا قبل انتقالها إلى البنغال فكالكوتا في الهند حيث نالت شهرة عالمية في العام 1950 أسست جمعية مرسلات المحبة المعروفات بحياة الزهد وعمل الخير تريزا حازت جائزة نوبل السلام عام 1979 إعلان قدست تريزا يجري وسط إشارات أمنية حاجة يمكن برزا فيها الأعمال الخيرية اللي عملتها الأم تريزا يعني القديسة تريزا في أخبار حلوة يعني الأم تريزا في عندنا كمان حيطالب مصري ابتكر درع كماش واقي من الرساس ووزير الدفاع كرمه خلينا نشوف جزء من هذا التقرير الجميل وبنقول فيه أمل إن إحنا يعني عندنا يعني مصريين نابغين في مجالات متعددة فلسه فيه أمل أنا ريمون أشرف خارج كاميكال انجينيرينج هندسة كاميائية المشروع بتاعي كان ببساطة هو إن إحنا نعمل دروع واقع من الرصاص بس تكون فيها الحاجة الجديدة المختلفة عن غيرها إنها تكون بماتيري الجديدة تحقق نفس كفاءة الدروع الموجودة حاليا بس بوزن وتكلفة أقل من اللي موجودة على قد ما نقدر الفكرة جات لأن دلوقتي اللي إحنا شايفينه إن فيه جنود وناس أفراد مقتل مسلحة كتير بيخسروا أرواحهم وكده نتيجة أسلحة قد تكون خفيفة شظايا عبوات نسفة فكان الهدف إن إحنا نعمل لهم ووفر لهم مستوى حماية على قد مستوى الخطر اللي بيواجهوه تحقق لهم الأمان وفي نفس الوقت حرية الحركة في المناورة والمروغة الأفراد الإرهابية وهكذا الماتيريال دي عبارة عن هي قماش بس تابع كلاس في الكاميكل اسمه الـ الـ القماشة الأولانية دي مستخدمة حالياً بتستخدم لغرض صد الدروع التانية إحنا جبناها كحاجة جديدة نشوف الـ بتاعها السيكونس اللي كنا ماشيين به هو إن إحنا نجيب الماتيريال دي بنعملها بطريقة ميكانيزم جديد خالص تبع مركز المواد المتقدمة هنا في الجامعة الميكانيزم دا بيحقق إن هي تبقى الماتيريال دي خفيفة as much as possible ورفيعة جداً عشان ما يبقاش سمك الدرع كبير على اللي لابسه بعد كده ما الماتيريال دي بتخلص كنا بنزود عليها بقى شوائد كاميكلز نتحقق إن هي تديها صلابة أكتر وبتقدر تقاوم الرصاص بصورة أكبر بنيجي نختبرها هنا في الجهاز الاسمه الاندينتيشن تاست بيقيس قد إيه قوة الماتيريال إن هي تقاوم أي دي فورميشن هيحصل فيها لما دينا positive results ونتائج كويسة دي أردنا نعرف إن الماتيريال دي عندها قوة صلابة قوية تقدر تستحمل لوتز عالية قوي واختراكات جامدة خدنا بقى الماتيريال اللي حققت نتائج حلوة دي ورحنا بيها الفنية العسكرية طلبنا منهم إذن إن إحنا نعمل إختبار ضرب النار والناس نكرح أبو جدا بالمفكرة معظم شغله كان مش زي بقية الطلبة هنا في الجامعة جامعة هنا موفرة حياة كتيرة جدا لكن إحنا معظم شغل بتاعه كان بره كلية الهندسة هنا هو لأن التحضير كان تبع معامل بتاعتنا بره تخص الجامعة بره في حاجة اسمها مركز التميز فعال متيريال وفي نفس الوقت ضرب النار ده كان بره بكلية الفنية فهو كان بيعمل جهد جبير قوي إن هو بتحضير العينات المعرض ده اسمه المعرض الدولي لأبحاث الطلبة المقاوم تحت رعاية بزارة الدفاع والإنتاج الحربي لأول مرة في مقر كلية الفنية العسكرية كان معرض دولي بحيث إن فيه أربع دول غير مصر كانت مشاركة فيه المشروع بتاعي تناقش قدام لجنة متخصصة من قسم متيريال ساينس كلية الفنية العسكرية برافو طبعا ريمون وده ابتكار جميل وزي ما شفنا طبعا وزير الدفاع قرام وإن شاء الله يتم الاستفادة بهذا الابتكار والقماش ده علشان الوقاية ما تبقاش بس وقاية يعني اللي هو اللي بتتلبس على الصدر بس ولكن يعني دي حاجة جميلة بجد ريمون فيه كمان شاب تاني جميل اسمه عمر عثمان عبقاري رياضيات بيدرس في جامعة دي دروب باريس حصل على شهادة رفقت على قبوله رغم عدم بلوغه وصلنا القبول بالجامعة كان وقتها 16 سنة حصل على الماجستير وعمره 19 سنة ودي حاجة يعني بجد جميلة جدا جدا برافو عليك يعني عمر وعندنا نمازج جميلة عمر وريمون ويا رب كده نشوف نمازج مشرفة من شبابنا كده يعني يكون متقلقين في اختراعات وفي حاجات كتير على فكرة طبعا الوقت للتاني بيكون في نمازج بس احنا نموزجين دول معنا اليومين دول نروح بقى للموضوع الخاص بالأوراق ومشاكل الأوراق الإجابات اللي بتتغير في وزارة التربية والتعليم للأسف الشديد انه ما زال لغاية دلوقت اكتشافات لطالبة وطالبات فوجه في أثناء النتيجة بالنسبة للسنوية العامة بان أوراق وإجاباتهم اتغيرت وللأسف الشديد انه ما فيش تعاون من قبل وزارة التربية والتعليم عليه علامات استفهام كتير تقرير كانت عمل في جريدة الوفد والحقيقة تقرير ده يعتبر أخطر قضية التزوير في التربية والتعليم جريدة الوفد كشفت عن أخطر كارثة حدثت داخل وزارة التربية قضية إحدى الطالبات عن اختفاء أوراق إجابات سبع طلاب سنوية عامة من كنترول الوزارة نتج عنه ضياع مستقبل ضياع مستقبل الطلاب السبعة هذه الطالبة الحقيقة الطالبة اللي حركت الدعوة دي هي صفية عاطف عبد المطلب طالبة سنوي قسم علمي حركت دعوة قضائية مما حكمة القضاء الإداري اتهمت فيها الوزارة سراحة بسرقة وتبديل أوراقها في سلاسة مواد وتم الاطلاع على قرصة إجابة المواد التلاتة واكتشفت أنه فيه كمان كان اختفاء محضر شطب كان تم تسجيله في مادة كيميا لقيته المحضر ده مش موجود اختفاءه واختفاء الأوراق بتاعتها ونفس الحكاية اللي كانت حصلت مع مريم أظن مريم أكبر دليل على أن ما يحدث في وزارة التربية والتعليم في الكنترولات أو إذا كان في اللي جاء نفسها أو في الكنترول وتبديل الأوراق لصالح أوراق لصالح طلبة من أبناء يعني هو هنا اللي بتقوله سبع طلاب واللي اكتشفوه أنه تغيير الأوراق دي لصالح طلاب أبناء مسؤولين فاحنا عندنا أكتر من أزمة قصة مريم أكبر قصة على أنه بيحصل لها مريم لو ما كانتش تستحق وما كانتش دفعت على قضيتها ما كانتش جابت 94 في المياه السنة عندنا طبعا أميرة عندنا بنت تانيام اللي كنا تكلمنا عنها اللي في ملاوي فأعتقد أن دي قضية كبيرة جدا جدا محتاجة أن هي يتم النظر إليها فقضية مريم مثلا عادل نجيب وكيل تربية وزارة التربية والتعليم اتهم أعضاء كنترول أسود بالوقوف وراء رسوب مريم في امتحانات العام الماضي وحصولها على سفر وأكد أنه خلال فترة أن فترة حكم تنظيم الإخوان لمصر تغلغل لقطاع أسود بعدد كبير من أهل الشر وهو قطاع فاسد واتهم من يدورين كنترول أسود بالعصابة ده عادل نجيب وكيل وزارة التربية والتعليم طيب يعني إحنا عندنا أزمة عندنا بقى بقية الخبر بتاع جريدة الوفد عالفين حضراتكم بيقولوا إيه بيقول أنه الوزير بيحاول إخفاء مثل هذه الوقائع اللي هو سبعة طلاب اللي كشفت عنهم صفية فبيعمل إيه بقى الوزير أصدر تعليماته للشؤون القانونية الهلالي الشربيني الهلالي أصدر تعليماته للشؤون القانونية بالوزارة بحفظ البلاغ محل الشكوى وأصدر أوامره المستشار القانوني بحفظ البلاغ المقدم من الطالبة وإصدار أوامره لمدير الأمن بعدم دخول والد الطالبة لديوان الوزارة حتى لا يتم الشوشرة بالزمة ده أداء يعني ينفع يكون ده أداء وزير إنه بيضيع حقوق طلبة وإحنا عندنا يعني مثال صارخ إن مريم اللي قعدت طالب بحقها كل الفترة دي وفي الآخر عادة السنة يعني عندهم شيء مشاكل إن العيان اللي تضيع عندها سنة إيه المشكلة إيه يعني إيه دي عندهم تضيع لكم سنة والإحباط اللي بيمروا بيه لطلبة دول وعلشان يدخلوا تاني لامتحانات وحسين بالظلم والقهر مش عارفة يعني بصراحة الأخ ده والوزارة كلها والدنيا والحكومة سكتة على مواضيع دي مواضيع مؤلمة جدا 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 وقبل كده تقال أسنان تحنات السنوية العامة عن مسؤولين وضباط ومعرفش قانونية مش عارف إيه بيحولوا ولادهم كانوا للجنة بعينها في أسيوت في أسيوت يعني عندنا مشكلة كمان في أسيوت وعندنا مشكلة اللي كشفت عنها صفية دي بتقول سبعة سبع طلاب تخيلين يعني إيه سبع طلاب بيشكوا نفس الشكوى من تبديل أوراقهم ولما بيدفعوا الرسوم علشان يطلعوا على أوراقهم بيكتشفوا فعلا ده مش الخط بتاعهم وادخلوا بقى في مواويل وطبعا في النهاية يعني للأسف الشديد طبعا احنا بنشكر كمان نيافة الأنبر وفقيل لأنه التقى بمريم ملاك والحقيقة يعني كان بيدعوها بالدكتورة يعني بيقول لها أنت أثبت تفوقك وكذب من ادعى السفر في العام الماضي إلى الأمام يا أعزم دكتورة يا رب يوفقها يا رب ونتمنى نتطمن عليها بإذن الله دي كانت الجزء الخاص بمريم وعندنا برضو الفترة اللي فات دي كان لقاء تلفزيوني كان المهانس عمينعم الشحات عارفين طبعا رئيس الدعوة السلفية عثار ردود فعل غضبة لأنه هو أهانة المسيحية اصدارها بالعقيدة فتقدم المستشار نجيب رئير رئيس موزم التحدي المسي ببلغ للنائب العام اتهم فيه العمينعم في برنامج انفراد اللي بيقدمه سعيد حساسين وأنه أثناء المناقشة هاجم الشحات المسيحية وصفها بأنها ديانا منسوجة لا يجوز لأي مسلم أن يشارك بأي عمل في بناء كنيسة لأن معتقدها بغطر معرفش لما يتعرض حاجات زي دي على التلفزيونات وعال الشاشات والدنيا تسمح بي ومصر تسمح بي ودي قناة فضائية مصرية يعني مش قناة مثلا بتنزع من أي حتة تانية إيه المعنى اللي انتوا عايزين تقدموه وطبعا عادي زي ما احنا ياسر برهام يا ما اقتهم المسيحيين والقفر ويا ما تقدم ضده وبلغات ودعاوة ولا أي حاجة خالص كلها بتتحفز في الإدراج وشكرا طب إيه ده بقى على الهوى قال الكلام ده وفيه الفيديوهات مسجلة يا ترى هيتم أي حاجة بالنسبة لعنى مش شحات ولا هيهتموا بس بمحاربة القمني سيد القمني الدعوة ضده برضو والحوار أو الندوة كانت بره مصر هي دي بتهيألي هنشوف مع حضراتكم وهنتابع الفترة اللي جاية ونفتكر الكلام ده يا ترى منعم الشحات ممكن يتهم بصدراء مسيحية ولا اللي هيتهم في الفترة اللي جاية هو سيد القمني بصدراء الإسلام خارج مصر في ندوة خارج مصر هنشوف وهنعرف يا ترى الدنيا بتمشي بنفس المعيار ولا احنا عندنا معايير مزدوجة ولا احنا كمان بنسيب اليهين المسيحية واليهين الكنيس بنسيبه برحته على شاشات التلفزيون عادي ما عندناش أي مشاكل طيب كان برضو الحلقة اللي فاتت قلت لحضراتكم عن موضوع انه كان في اسم الشهيد عماد ممدوح محروس حنة انه كان تم تجاهله وما اطلقش اسمه على اي مدارس المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بيقول لم يتم تجاهل اطلاق اسم الشهيد عماد على اللي استوش اتخلال مشاركته في مدهمة عدد من مقر التكفرين برفح بباقي يعني ما يعتبرش تجاهله وبيقول بس فيه اجراءات بتتم لكل الحالات قبل عرضها على مجلس التنفيذي الله اعلم اذا كان ما تمش تجاهله بالفعل وفيه الاجراءات او تم لفت النظر بعد ما كتبه في الاقباط متحدون لكن عموما يعني نأمل انه يتم المعاملة بالمثل لكل المسرين الشهداء واحنا طول امرنا بنقول من ايام حرب بالتلاتة وسبعين والنصر العظيم واختلطت دماء المسيحي بالمسلم ما فيش فرق والارهاب برضو لما بيطول بيطول مسيحي او مسلم فاعتقد انه احنا عايزين من الدولة يكون ده يكون انه يكون فيه مساواة في كل شيء حتى قانون بناء الكنائس بأمل ان في حياتي يا رب اشوف مساواة ما بين الكنائس والجوامع يعني بتمنى هو امل خليني يعني بتمنى وبأمل والله اعلم امتى هيتحقق واللي بيقول لي ما تحلميش وما تتمنيش انا بتمنى بتمنى ان يكون فيه تحقيق للمواطنة بتمنى ان ييجي اليوم اللي اشوف فيه ما فيش فصل ما بين مسيحي ولا مسلم وما فيش فصل ما بين دار عبادة لانها دار عبادة بيتصلى فيها الكنيسة بيتصلى فيها واحنا عارفين طبعا في كتير من الائمة في جوامع بيكون دعاقهم ايه لكن عمر ده ما بيحصل في الكنيسة الجوامع والناس بتبقى عدى جنب الجوامع وتسمع اللهم يتم مش عارف ايه اللهم اعمل ايه عمر ما بيحصل ده في الكنيسة الكنيسة دايما بتدعو للرؤساء بتدعو الخير للبلد للوطن لكل شيء واعتقد التاريخ كله اهو قدامنا شايفين يعني المحبة من منطلق ده ومن منطلق انه يمكن التاريخ هو اللي يصرخ بقوة ويقول يا جماعة الكنيس اه ما ينفعش ان هي تقل عن الجوامع ويجب مساوادها ويجب ان يكون هناك قانون بناء عبادة دور عبادة كلها زي بعضها طيب احنا يوم الجمعة النهاردة وطبعا يوم الجمعة زي ما حضراتكم عارفين بنتذكر او بنفكر حضراتكم بالنسبة لخدمة الرعي وم النور الخدمة الجميلة جدا اللي بتقوم بيكون بها مجموعة من الناس الجميلة في مصر الخدمة هدفها حاجات كتير قوي لكن من اهم الخدمات اللي يمكن احنا قناة الكارمة بنتكلم فيها على الموضوع ده هو دعم اسرة دعم اسرة لحاجتين دعم اسرة عشان تقدر تعيش حياتها ما عندهاش مصدر رزق العائل مريض مش موجود محدش بيشتغل عندهم فالفكرة كلها انك انت كحد قاعد قدامنا دلوقتي وبتسمعنا كل اللي انت مطلوب من حضرتك بس انك انت هتعول اسرة بخمسين دولار بس في الشهر خمسين دولار في الشهر هتفتح بيت هتدعم اسرة ما لهاش اي مصدر رزق او ما يسويها بالمصري فويه بتتصلوا بقناة الكارمة احنا بنجمع الاموال دي او دعم بتاع حضراتكم وبيبقى كل فترة بيتم تجميع المبالغ دي كلها وبترسل بالكامل وعليها كمان من قناة الكارمة لخدمة الراوم النور الخدمة التانية هي عشان المدارس على الابواب كل سنة وحداتكم طيبين برضو طلبة ما بتقدرش ان هي تكمل في التعليم لأسر بتقولك مش قادرين نسرف عليها حطت برضو مبلغ 30 دولار او ما يعادلها علشان تدعم طالب او طالبة عشان يكملوا تعليمهم 50 دولار لإعالة اسرة 30 دولار او ما يوازيها 50 او 30 ما يوازيهم بالمصري ولو انت ليك حساب في مصر تصل بينا برضو وتعرف ازاي ممكن عن طريق حسابك اللي في مصر تدعم اسرة الرعا ومنور في خدمة دعم واسرة او في خدمة دعم طالب طبعا يعني الغنى مش يعني مش غنى فلوس ولكن غنى نفوس وانا بحب قوي ام موسى في الكليب اللي هتشوفوه دلوقتي حضراتكم وبفكركم ان هي دي الحاجة الجميلة مش الفلوس اللي بتغنينا والناس دي كمان مش شعرين ده بشكروا ربنا وحسين ان هم احسن من ناس كتير قوي تخيلوا بقى شكد احنا عايزين ناخد بركة الناس دي ماشت مستريح وكنت متخايل الحياة كده لطيفة وكل ما عمل فلوس اكتر كل ما عمل فلوس اكتر كل ما عمل فلوس اكتر ولكن اكتشفت ان الغنى مش في الفلوس مش هو ده مش هو ده الموضوع اساسا ايه اللي ناصر انا جثت ني ام لاني بروحك كرامة اردوحك يا رب انا مجسرة كحانكك انا مجسرة اكتشفت ان الغنى فحب تربنا حب تربنا ليك اللي بتفتح لك كل الابوال انا بنعملك انا نعمل عملي ولا اي حاجة ولا اي وريني يا دكتور وصح نفسك يا دكتور حب تربنا ليك اللي بتخليك المرض يقوم المشاكل تقوم الازمات تعدي الرضا اللي بيبقى كله امين مرض امين صحة امين وقلك لا تهتم بالغد لا تهتم بالغد الغنى لا فلوس ولا مال ولا جاه ولا منصب ولا شهرة الغنى الحقيقية عند رب بري مين انا رب ده انا التراب تكري يا نفسي مين ريح تعبان الله انت مين عز الحزين الله انت اشكرك انت يدي لك العطشان يرتوي يدي لك الدعان يشبع كما شفت ام موسى حتى تتفرق بزهول قدي ايه الست دي عند هارضة قدي الست دي غنية قدي الست دي اغنى من اغنى واحد ف مصر يا لي سعدت بيك يا لي هناية بيك اشكرك على محبتك اللي شمدتني خاطي يا انك تتام اشعر تنجد ان الرينا الرينا نفس مش رينا نفس الرينا نفس الغنى فعلا غنى النفوس مش غنى الفلوس فيارب كده نقدر يعني نساعد ونساهم في دعم كل المحتاجين وما ننساش برضو زي ما احنا متفقين ان احنا بندعم المحتاجين عن طريق قناة الكرمة فما ننساش دعم قناة الكرمة حدكم طبعا فيه اعلانات مستمرة لانه فيه بنكوة ان شاء الله اللي هو العاشر اللي بيكون لدعم قناة الكرمة كل سنة السنة دي ان شاء الله هيكون 18 سبتمبر ياريت اللي عايز يشارك يتصل بقناة الكرمة اعتقد ان انتو اثناء المتابعاتكم القناة يعني الاعلانات موجودة ومتوفرة بالنسبة للمشاركة يوم 18 سبتمبر اللي جاي ان شاء الله ده هيكون يوم حد نأمل ان عدد كبير من اللي بيشوفونا النهاردة دلوقتي يشاركوا ايضا معنا في هذا العشاء التصل وصف الكرمة انتو تعرفوا كل التفاصيل والعنوان وكل حاجة طيب نروح بقى لامريكا نيجي امريكا مش هروح نيجي نجيبكم معنا ونشوف يا ترى ايه التطورات بالنسبة لانتخابات الامريكية هيلاري ام دونالد ترامب هيلاري كلانتون ام دونالد ترامب محدش خالص يا جماعة بتنتشر على المواقع التواصل الاجتماعي بعض الحاجات ويقولك مش عارف استقصاء للرأي مش عارف ايه وآه دونالد متميز مش عارف فين وهيلاري محدش خالص في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية يقدر يجزم بمين ممكن يفوز وخصوصا كمان بقى الاصعب السنة دي لان الاتنين عليهم جدل يعني سواء هيلاري او دونالد ترامب زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وبعيد وازيد هيلاري وترامب يتواجهان جماهيريا في مناظرة للمرة الاولى في منتدى القائد العام وترامب حرب العراق كانت خطأ والانسحاب من هناك سعد داعش على التمديد جماهيرية هي الاولى من نوعها دونالد ترامب وهيلاري كلينتون امام الرأي العام الامريكي في منتدى القائد العام على شبكة ان بي سي الامريكية للحديث عن خططهما المقبلة بشأن الامن القومي الامريكي اذا ما وصل وكلينتون بكلمات حازمة وقاطعة تقول انها ستحارب داعش بشراسة لكنها لن تسمح بوجود عسكري امريكي على الارض لن تضع قوات امريكية على الارض لن نضع قوات في العراق كما سبق وفعلناه ولن نضع قوات على الارض في سوريا سنهزم داعش من غير اي التزام بوجود قوات امريكية على الارض ترامب من جانبه واصل هجومه على الادارة وكلينتون وقال ان خطته ستقضي على داعش اؤمن بالجيش وامن بالطبع بعدد من القادة العسكريين لكنني لا اؤمن بالادارة الحالية ولا بهيلاري كلينتون وانظر الى ما حدث نحن بحاجة الى تغيير وسنغير وبسرعة ترامب المنتشي بتفوقه على كلينتون في استطلاع قومي للرأي استبق هذا اللقاء المفتوح باعلان استراتيجيته لمحاربة داعش وقال انه سيبدأ خطة خلال الشهر الاول من حكمه لدحر هذا التنظيم والقضاء عليه اما كلينتون فدافعت عن نفسها في قضية البريد الشخصي في محاولة لتبرئة نفسها امام الرأي العام الامريكي ما لديناه استخدام جهاز غير رسمي يستخدمه المئات من الموظفين الحكوميين لكن المعلومات المتبادلة غير سرية ولم يكن بها بيانات خاصة او سرية التراشق المستمر بين المرشحين الرئاسيين والاتهامات المتبادلة بينهما اضعفت من صورتهما امام الرأي العام الامريكي وتوجد شريحة كبيرة من المواطنين غير راضية عن سير العملية الانتخابية وطريقة ادارتها وفيما يتابع الامريكيون استطلاعات الرأي وتقدم ترمب المثير يترقب يعني كده دي اول مناظرة وطبعا اراء كتيرة احنا يمكن كنا ترحنا على حضراتكم اراءهم المختلفة في قضايا وامور كتيرة مش بس موضوع داعش يعني العلاقة يمكن كان فيه برضو تقرير الجمعة اللي فاتت عرضتها على حضراتكم لكل القضايا اللي بتشغل الشرق الاوسط ورأي كل واحد فيهم وايضا طبعا التغيير الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية وسياستهم او ايضا البرنامج الانتخابي لكل واحد كل دي حاجات بتطرح هذه الايام واثناء كل ده احنا كل شوية بتلاقي تصرحات لهنا تصرحات لديونل تصرحات لهيلوري بتعكس برضو مدى القبول يعني فيه كمان مثلا ترامب في احدى حواراته كان بيقول انه هو يتعهد بتعزيز قدرات امريكا العسكرية والقضاء على داعش خلال شهر بيتحدث مرارا وتكرارا عن العلاقة الجيدة اللي بتجمعه بوتين وانه هو هيتعاون مع بوتين بالنسبة لازمة سوريا وبالنسبة ايضا للقضاء على الارهاب اسنا دونالد ترامب على فلاديمير بوتين الرئيس الروسي خلال تلقيه هو ومنافسته على الرئاسة هيلاري كلانتن اسئلة من القدامى المحاربين ترامب اكد ان بوتين زعيم اقدر من اوباما يعني ده اللي قاله دونالد ترامب وايضا هيلاري كلانتن كانت بتتحدث عن ان ترامب غير مؤهل هي باستمرار ده اللي بتدعيع ضد دونالد ترامب انه غير مؤهل لدخول للبيت الابيض ايضا ترامب كلانتن اتهمت ترامب بتشجيع روسيا على التجسس عليها عليها هي شخصية مصيف الانتخابات الرئاسية الامريكية من خلال ضلوع الاستخبارات الروسية في عملية قارصنة استهدفت الحزب الديمقراطي مخاوف ادلت بها كلينتون الاثنين امام صحفيين في طائرة حملتها الانتخابية التي كانت تقلهم الى كليب واندا كما اتهمت دونالد ترامب بتشجيع موسكو على التجسس عليها لقد ابدأ في وقت مبكر انتحالفه مع سياسات بوتين اقصد رغبته في الانسحاب من حلف شمال الاطلسي اليس كذلك واضافة الى ذلك فقد اشاد ببوتين لديه جاذبية غريبة للطغاة بما فيهم بوتين دونالد ترامب المرشح الجمهوري الذي كان متواجدا في كليب لاند دعا الصحفيين الى مرافقته في طائرته الخاصة باتجاه هايو احدى الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية حيث سينشط تجمعا انتخابيا قطب العقارات اكد انه سيشارك في ثلاث مناظرات رئاسية اتقل كده ثلاث مناظرات مناظرة منهم تمت لسه مناظراتين تانين اكثرية الناخبين الامريكيين غير مرتاحين لكلانتون وترامب زي ما بقول لحضراتكم يعني ودي التقرير اهو جاي من اعتقد روسيا اليوم او يعني من اي انكان زي بقول لحضراتكم هي دي التقارير يعني اي حد نزل الشرع عادي كده وجاب عيين عشوائية من الامريكان وقعد يسألهم هيقولوا نفس الرد لم ارتاحين للده وللده قبل شهرين من الانتخابات الرئيسية تقول اكثرية من الامريكيين انها غير مرتاحة لأي من مرشحي الحزبين الديمقراطية لاري كلانتون والجمهوري دونالد ترامب وانها غير مقتنعة بان الرئيس الجديد سيكون قادرا على عادة توحيد البلاد وتخفيف حدة الاستقطاب السياسي والايدولوجي يبقى احنا في النهاية ده الوضع اللي انا بقوله لحضراتكم وضع مؤسف جدا جدا ولكن هناك النظر انت النهاردة لو بتبص لتصرحات دونالد ترامب ضد الارهاب في تصرحات طبعا عنصرية شوية والكلام ده كله لكن هو قوي من ناحية الارهاب عايز برضو ما يبقاش فيه وجود لعناصر من المهاجرين هجرة غير شرعية يكونوا بدخلين البلاد وبيستفيدوا بالمزايا بيقبضوا كاش وما بيدفعوش درائب امور كده دي سياسة برضو الجمهوريين عموما انه برضو ما ياخدوش المزايا اللي بياخدوها دي بتبقى من درائب من دفاع الدرائب فبالتالي هو مش شايف ان اليوم حق وبيكونوا فعلا مش امنا بيكونوا بيشتغلوا زي بقولوا حضراتكم كده وبياخدوا الفلوس وبيخبوا حاجات وما اكثرهم لكن فكرة ان انت الجمهوريين نفس ده فكرهم انك انت مينفعش النهاردة ترفع درائب على الناس الاغنية عشان تصرف على الناس اللي مش بتشتغل ده الفكر معترض برضو على اوباما كير الجمهوريين عموما فانحنا هنا في بعض السياسات هو برضو في كذا محفل بيقولك انت ليه تاخد حد هيا ماشتي معاك نفس السياسة اوباما يعني هو انت مبسود بسياسة اوباما عشان تمشي عليها ده الدونالد ترامب اللي بيقوله فكل الامور اللي بيقولها بالرغم من انه في جدل عليه في حاجات كتيرة لكن في ناس شايفة انه لا هم هيحسوا بالامان اكتر بان دونالد ترامب هيحارب الارهاب الوجهة النظر في انه ما يكونش في ناس بتاخد حقوق غير حقوقها في البلد دي الوجهة النظر هيلاري كلانتون امتداد طبيعة للديمقراطيين وده اكيد انه ده اوباما دعمها اوباما بنفسه كان نزل ودعمها فبالتالي هيلاري كلانتون ليها تاريخ في موضوع دعم الارهاب دعم الاخوان القصص دي كلها فاللي برضو بيقول ترامب هياخد ترامب علشان انه مش عايز هيلاري ولا الكتب ولا اللي حصل في موضوع البريد الالكتروني والاميلات والكلام بتاع ليبيا القضية بتاعت ليبيا وان هي ازاي سمحت بانه يكون في عودة للكونسولية الامريكية او السفارة امريكية في ليبيا في وسط كل الجو الفضيع ده وادى في الاخر لمقتل السفير الليبي في بني غازي ومن معه بالهجوم الفضيع والتمثيل بجساسهم كل ده ما بيتنسيش لهيلاري كلانتون فعنت هنا عندك كل حاجات دي هي الحاجات اللي بتخلي ناس تقولك انا هاخد ترامب علشان عيوب هيلاري تيجي بقى لو الناس اللي بتقول هاخد هيلاري هاخد هيلاري علشان اصل ترامب متسرع اصل ترامب عنده عنصرية فانا خايف منه انه هو بيقول حاجة وبيرجع فيها فانا بقوله حضراتكم هنا الوضع هو ده الوضع في ناس اللي انا مش هروح انتخب خالص فعشان كده كل اللي هي الردود الفعلة او كل السورفيز اللي بتتعامل دي على مواقع اخبارية او غيره او غيره زي ما انتو كنت شايفين في انتخبات اي حتة في الدنيا يعني ما هياش في امريكا بالذات ما بتبقاش مقياس ما تقدرش تتحدد لده خبر بقى غريب قوي انه مؤسس فيسبوك يتعهد بدفع 20 مليون دولار لمحاربة دونالد ترامب هذا داستين موسكو فيتز ده احد مؤسسي شركة فيسبوك بدفع 20 مليون دولار من اجل محاربة المراشحة الرئاسي الجمهوري الاكثر اثارة لجدل قبل الانتخابات الرئاسية اللي هتكون في نوفمبر المقبل اعلن عبر مدوناته الرسمية على الانترنت انه هو واذا وجيته سيتبرعون للعديد منظمات الديمقراطية بما في ذلك صندوق ناصر هيلاري زي ما قلت لكم فيه رؤيته انه هو مش شايف باصص للتصريحات العنصرية بتاعة ترامب لكن بس تخطى الموضوع قوي انه هو بيحاول يغري باوي انه هيدفع بالفعل دعم عشان يدعم هيلاري هو ده متاح على فكرة دعم المالي لأي من المرشحين ده متاح وبيتم الاعلان عنه فهو شايف انه هو ماليا هيدعم هيلاري وصندوق المنظمات الديمقراطية وصندوق ناصر هيلاري علشان خاطر دونالد ترامب ما يكسبش دونالد بيحاول انه يكسب مؤيدين ليه من فئات مختلفة يمكن زي ما قولنا انه هو قرح المكسيك عشان قابل برضو الرئيس المكسيكي علشان يحاول يقرب بوجهات النظر هو كان بيطالب بالصور على حساب المكسيك وده صعب طبعا السور العازل ما بين امريكا والمكسيك على الجانب الاخر برضو بيحاول انه يستقطب السود ودي شريحة مش قليلة يعني هو حتى كان في الاعتداءات اللي حصلت او في المقتل بعض الشرطي عناصر الشرطة الامريكية للسود كان بيقف معاهم يعني كان بيقف معاهم وبيقيد انه هو ضد انه بيحصل ده يعني فبيحاول انه هو يكسب مرشحين من اصل افريقي من الامريكان للسود وعشان كده هو زار كنيسة من الكنائس اللي فيها اغلبية من الامريكيين من الاصل من اصل افريقي اللي هي كنيسة جريت فيس منسترز او اللي هي الايمان العظيم يعني يبدو ان مجموعة كنائس بتسمى بهذا الاسم واغلبيتها من الامريكيين من اصل افريقي ودي كانت في مدينة ديترايت الامريكية وكان زي ما انتم شايفين بيتفاعل معاهم جدا في اسناء الترانيم والبعض شاف ان دي ايجابية البعض ايضا الاخر محدش بيوافق على كل حاجة بتتعامل من اي حد بشكل كامل يعني يعني برضو ناس قالت مش بوجوده في كنيسة ممكن السوديو الدوله لانه كان لي برضو بعد تصرحات تانية هو مرسير للجدل ولكن اغلبية المصريين ويمكن احنا كان قبل كده عندنا برضو حد من مصر تكلم انه كتير قوي بيتكلموا عن انه انه بالنظرة لسياسة هيلاري كلانتون في الشرق الاوسط فالتأييد الاكبر لدرنالد ترامب ده مثلا من البعض المصريين اللي بيحطوا جانبا اذا كان كلامه عن العودة السورية برضو ضد الاسلام ولكنه بيحاول يصحح ده كل مرة بيقول انه ضد الاسلام المتشدد ضد الاسلام الارهابي انه مشكلته مش مع الاسلام كاسلام بيحاول قالك انا هحط ايدي في ايد عبدالله الملك عبدالله والرئيس السيسي عشان نحارب الارهاب نحارب ايزيس فاللي ها داعش يعني فبالتالي زي ما بيقول لكم يعني محدش هفضل اقول الكلام ده هنفضل لغاية 8 نوفمبر معايد الانتخابات واحنا مش ممكن نعرف وكلنا هنتابعها ونشوف بقى المفاجأة من سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الامريكية وما زلنا مع الولايات المتحدة الامريكية وهناك قطاع خاص يتصدى لمحاولات داعش لتجنيد الشباب على الانترنت وكيل وزارة الخارجية الامريكية للشؤون الدبلوماسية العامة ريتشارد ستانجل كان بيقول ان تنظيم داعش لا يستهدف الولايات المتحدة فحسب بل العالم الاسلامي وهناك محاولات كبيرة جدا للتصدي لمحاولات داعش تجنيد الشباب على الانترنت تائر البشرية والمادية التي تتكبدها وانكماش رقعة الأراضي التي تسيطر عليها إلا أن حضور داعش على الشبكة العنكبوتية يتوسع لتجنيد أعضاء جدد ونشر أفكار التنظيم المتطرفة ولمواكبة جهود الحكومات في مكافحة هذا التمدد انبرى القطاع الخاص وأطلق مبادرات جديدة لمراقبة ومحاربة نشر التطرف عبر الإنترنت على مدى ثمانية أسابيع وصلت الحملة التجريبية إلى ثلاثمائة وعشرين ألف شخص باللغتين العربية والإنجليزية كانوا يستكشفون مواد على الإنترنت تعود لداعش وبشكل جماعي شاهدوا أكثر من نصف مليون دقيقة من الفيديوهات التي تضحض رسائل التنظيم منذ ظهور داعش قبل أكثر من سنتين اقتصر أمر محاربة حملتها الدعائية على الحكومات ويأتي هذا المجهود الإضافي اليوم من قبل الأفراد والشركات الخاصة ليزيد من الضغط على التنظيم تمهيدا لمحاصرته وعزله السؤال الأقل ذكاء الذي يسأله الناس هل نحقق انتصارا في حرب المعلومات؟ السؤال هو طيب احنا النهاردة بنتكلم ان احنا تسعة سبتمبر يعني احنا في يومين هيكون في الزكرة للحادي عشر من سبتمبر ولها جماعة اللي تمت في الحادي عشر من سبتمبر 2001 بعض التقارير بتحاول بلغاية دلوقتي بتتكلم احنا عندنا حاجة مهمة جدا فاكرين حضراتكم القانون اللي كان بيسمح لأسر ضحايا الحادي عشر من سبتمبر بمطالبة برفع قضايا على السعودية النهاردة تم إقراره بالرغم من ان اوباما كان بيقول انها استخدم حق الفيتو فده قرار مهم جدا وبالرغم من تهديدات السعودية بانها تسحب استثماراتها كبيرة قوي من امريكا ولكن النهاردة تم إقرار هذا القانون هنشوف تبعياته لفترة اللي جاية ده حاجة مهمة جدا احنا ده بيأتي تزامنا مع اقتراب حلول الزكرة لأهيه الحادي عشر من سبتمبر مع اقتراب حلول الزكرة دي ايضا هناك ايكونة لها جمات حداشر سبتمبر تحدست عنها بعض الصحف وهي الحقيقة صورة تعبر عنها وتجسدها حتى الزروة يعني ايكونة هجمات الحادي عشر من سبتمبر هو مشهد شخص وهو يسقط من احدى البنايات يعني ضحية هذا الضحية زي ما انتم شايفين حضراتكم كان زي طبعا بسرعة الساروخ يعني كان بيحاول انه هو يعني كان معتقد انه بينقذ نفسه ولكنه طبعا توفى يعني بالتأكيد واطلقت عليه بعض وسائل الاعلام الرجل الهابط فاحنا دايما بنيجي على حضراتكم في الفترة اللي هي بتكون متقربة او متزامنة مع ذكرى هذا الحادث الاليم اكبر حادث ارهابي في الولايات المتحدة الامريكية راح دحيته حوالي سلاسة الاف شخص وبيكون الحديث عن الايكونات الحديث عن ايضا الملفات اللي تم فحصها بالنسبة لمنفذي هذا الهجوم القصص وروايات حول الضحايا وصارهم ويمكن الصورة دي لفتت النظر جدا بالنسبة للرجل الهابط الايكونا ايكونات هجمات الحادي عشر من ستنبر صعبة جدا الحقيقة يعني شايفها صورة من اصعب السور الحقيقة الولايات المتحدة تحث البحرين على اطلاق سراح الناشط نبيل رجب وهو ناشط في مجال حقوق الانسان المتحدث باسم الوزارة وزارة الخارجية الامريكية بيقول انه الولايات المتحدة قالقة من احتجاز رجب والتهم الموجهة ليه دائما لما بيكون في حاجة لها علاقة بحقوق الانسان بتجد وزارة الخارجية الامريكية تتحدث وتطالب الدولة بالعفو او بمراجعة الحكم ده مرة اخرى وهكذا يعني فالسجن ناشط السوري ناشط البحرين يعفون نبيل رجب عندنا مزارة الحوادث يعني لسه انا مع حضراتكم من شوية كان فيه تفجير في شارع في بغداد وراح دحيته حوالي 15 الشخص فاحنا عندنا التفجيرات دي كل يوم كل يوم تفجير واتنين وتلاتة يعني ده على اقل تقدير فيه هناك قتل جراء انفجار في ولاية بغلان بغلان بشمالية افغانستان وتمن اشخاص لكم مصرعهم وسابع اخرون جراء هذا التفجير او الانفجار كان فيه كمان على فكرة قطر خرج عن سكته في اسبانيا ده بالنسبة للشمال افغانستان عبوة ناسفة اه اصفر عنها دي كانت قرب مركز للشرطة ده القطر بقى نروح للقطر والقطر الحقيقة خرج عن السكته عن القطبان ومتحدث باسم خدمات التوارئ المحلية تحدث ان هناك ثلاثة اشخاص لكو حدفهم بعد ان انحرف كتار عن مصاره في شمال غرب افغانستان شمال غرب اسبانيا عفوا من اسبانيا نذهب الى فرنسا وفرنسا احبطت هجوم عنيف اتكلمنا عن انه كانوا اكتشفوا عربية كانت مملوئة باستوانات غاز وعلى اثر هذا الاكتشاف تم القبض على مجموعة والنهاردة كمان تم القبض على ثلاث نساء متطرفات وخلينا نشوف التقرير اعتقلت الشرطة الفرنسية ثلاثة نساء جنوب باريس في اطار التحقيق بقضية سيارة لأستوانات الغاز عخر عليها قبل ايام وسط العاصمة اشتبه بانها كانت تهدف لتنفيذ هجوم رأينا اول امرأة تجري حاولت ضرب الشرطي بالسكين الشرطي ابتعد ووجه عدة طلقات نحوها قال شاهد عيان بعد ذلك تم توقيف اول امرأة ومن ثم الثانية فالثالثة المشتبه بها الرئيسية اصيبت بطلقات رصاص في الساق بعد محاولتها ضعم الشرطي واشارت مصادر المتقاطع على وجود دلائل على مبايعتها تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية عن الموقفة قال وزير الداخلية الفرنسي هؤلاء النسوى واعمارهن تسع وثلاثون سنة وثلاثون وعشرون سنة وتسع عشرة سنة تطرف وتعصب وكن يحضرن عملا عنيفا جديدا ووشيكا الموقفة الاساسية البالغة من العمر تسعة عشر عاما ابنة صاحب السيارة التي عثر عليها ماركونة قرب كنيسة نوتردام وفيها إسطونات للغاز غير مجهزة بساعق نهاية الأسبوع الماضي المحاققون مقتنعون طيب احنا ده من فرنسا عندنا كم خبر تاني من فرنسا وكان جالنا سؤال بالنسبة دونالد ترامب هرد عليه بس نكمل مع بعض صلاح عبد السلام يلتزم الصمت مرة أخرى أمام القضاء الفرنسي صلاح عبد السلام طبعا اللي كان اعتداءت الثالث عشر من نوفمبر في باريس رفض الرد على أسئلة قاد مكافحة الإرهاب بقصر العدالة في العاصمة الفرنسية حيث مثل صبيحة الخميس أيضا هولاند محاربة التشدد واجبة على الفرنسيين المسلمين وغير المسلمين عنده حق وده اللي احنا بنقوله دايما إذا كان كتير من الأقوال بتقول اللي بيحدث ده من داعش ليس من الإسلام فهناك الحقيقة أنا بعتبر أنه واجب كبير جدا أكثر على المسلمين أنهم يحربوا هذا التطرف هولاند بيقول العلمانية والإسلام متوافقان في فرنسا ضمن احترام القانون دوة حول موضوع الديمقراطية في مواجهة الإرهاب ألقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كلمة عرج فيها على مواضيع الساعة التي تواجه فرنسا والعالم هذه الحرب هي من نوع جديد فهي تشكل تحديا عالميا بالنسبة للديمقراطيات ولذلك السبب التزمت فرنسا بالمواجهة بعيدا كما قريبا هنا فنحن نقاتل في الخارج فجنودنا يدافعون عننا لأن التهديد هو نفسه والقتل أنفسهم أيضا سواء كنا نواجههم في اللعنسا إحساس صعب أوي لما تكون ناس متعلقة كده في تليفريك ف33 شخص قدوا ليلتهم معالقين داخل تليفريك فوق قمم الجبل الأبيض في فرنسا كان على اتفاع 3000 متر 33 سائح من ضمنهم طفل في العشرة من عمره قدوا ليلة صعبة عالقين عصر الخميس داخل تليفريك توقف عن الحركة بسبب عطل تقني صعب جدا إحساسهم الحياة ربنا يكون فعونهم وطبعا يعني أنهم قدوا يعني قدوا ليلة كاملة عالقين في هذا تليفريك أعتقد صعب جدا الإدعاء الفرنسي يوصي بأحالة الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي للمحاكمة بتهمة تجاوز حدود الإنفاق القانونية في حملته الانتخاب إحنا عارفين أنه أولاند قال أنه هيترشح لفترة تانية ساركوزي هيترشح فيه كم حد تاني برضو قالوا هيترشحه ولكن الدعاء العام شايف أنه نيكولاس ساركوزي صرف أكتر من اللازم بالنسبة لحدود الإنفاق القانونية وده طبعا ما فيهوش تهريك وبناء عليه أوصى مكتب للدعاء العام الفرنسي بمحاكمة الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي فيه كمان عندنا الحقيقة احتجاجات في قاليه بفرنسا ضد المهاجرين القاتلين في غابات المدينة وتم افتتاح أو سيفتتاح قريبا أول مركز للاجئين في وسط باريس مركز للإيواء المؤقت للاجئين وطالب اللجوء سيفتحان أبوابهما مركزين عفوا قريبا من العاصمة الفرنسية باريس الأول يقع في الدائرة السامنة عشر وسيكون جاهز بحلول منتصف أكتوبر لاستيعاب نحو أربعمائة رجل والثاني سيخصص للنساء والأطفال بطاقة استيعابية مماثلة ويقع في جنوب العاصمة الفرنسية ولكن الحقيقة الكاليب يتم كان الحقيقة إغلاقه أو إخلاقه علشان هيكون في مركزين للإيواء تانيين يعني المركز هو الإيواء اللي كان في بلدية كالي يعني اتقفل تقريبا يعني مشكلة البركيني ما زالت موجودة الحياة في فرنسا ولكن لم يتم بعد القرار بإيقاف الحزر اللي جاء من المحكمة العليا ما فيش كلام تاني في بعض الرفضين دي ولكن من ساعتها ما فيش كلام تاني بس دا كان تقرير بيورينا ان في اسرائيل ما فيش مشاكل البركيني ما عندهمش مشكلة في شواطئ اسرائيل من البركيني لكن الحقيقة في مشكلة في النرويج والنرويج مصففة شعر تمثل أمام القضاء عشان رفضت ان هي زبونة محجبة مسؤولة مصففة شعر النرويجية أمام القضاء لرفضها تقديم خدمتها لامرأة محجبة في قضية هي الأولى بالنوعيها مصففة شعر نرويجية ماثلت أمام القضاء هذا الخميس على خلفية أنها رفضت تقديم خدمتها لامرأة محجبة في قضية هي الأولى من نوعها في البلد وتواجه مصففة الشعر عقوبة تصل إلى السجن ستة أشهر لرفضها تصفيف شعر السيدة التي ترتدي الحجاب وذلك في أكتوبر الماضي وقد بررت مصففة الشعر البالغة من العمر سبعة واربعين عاما موقفها الرافض تصفيف شعر المحجبة بأنها لا تنظر إلى الحجاب كالتزام دينية بل كمظهر وجهة نظر زي برضو قصة البوركيني طيب لكن جالنا سؤال حقيقة بالنسبة لدونالد ترامب أنه تسمع أنه هو هيلغي المعاشات والإعانات اللي بتتعطى لكبار الثان ما أعتقدش خالص أن الخبر ده صحيح أو كلام ده صحيح خلوا بالكم أنه زي ما بيبقى في أخبار متدولة من مصر وحاجات وتتنفي وحاجات تطلع مش صح نفيها وحاجات تطلع مش صح وجودها أساسا كأخبار نفس الحكاية هو كل القصة مشكلة دونالد ترامب مع المهاجرين غير الشرعيين كمان وأي حد موجود بشكل غير شرعي وتعدى الوقت يعني فيه اللي بيبوا جايين مثلا عاملين لجوء أو دخلين أمريكا بشكل هما بيعتبروا هنا لما واحد بيقدم لجوء ده مش غير شرعي ده شرعي ده ليجا لأنه فعلا عنده قضية لكن فيه ناس غير شرعيين فهو مشكلته مع الغير شرعيين مشكلته مع الأعداد الكبيرة اللي بتيجي من مكسيك وبتعيش في البلد وبتقدم وبتاخد إعانات لأولادهم لما بيتولدوا هنا ومش عارف إيه والكلام ده كله فهو مش مع منظومة الإعانات عموما برضو منظومة اللي هي أوباما كير فيها مشاكل كتير فإحنا كلنا بنعاني منها الحقيقة يعني بعد ما كان الواحد ما بيدفعش في أموال كتير في التأمين الصحي دلوقتي بينا بندفع كتير جدا وكل زيارة مش عارف تدفع وكل حاجة فالحايا في ناس كتير كمان غير راضيين حتى عن أوباما كير بعد ما تم تنفذها يعني فمش هيقترب ما شفتش خالص أي أخبار بتقول أن دونالد ترامب هيقترب من الفلوس المعاشات لكبار السن كبار السن على فكرة سيظلوا في أمريكا يعني أكتر ناس بيهتم الاهتمام بيهم يعني من ناحية العلاجية دونالد ترامب أو هيلاري كلانتون يعني ده ماشي مالوش علاقة بحاجتين هم بيشوفوا الجمهوريين فكرتهم فيرلي بياخدوا عنات وعارفين أن هم بيشتغلوا بكاش يعني بياخدوا فلوس كاش ما بتتسجلش في الدرائب ما بيدفعوش عنها درائب أو موجودين بشكل غير شهري وتعدوا الأوقت يعني ما قرننوش وضعهم في البلاد المتحدة الأمريكية وهو كان ليه كلمات يمكن نحنا معرضناش كلها ولكن قلت أنا كان تحدث دونالد ترامب عن موضوع الهجرة وقال لك من أول يوم هيبقى بعد ما يفوز برئاسة أمريكا أنه هيشوف الناس المهاجرين غير شرعيين وهيروحهم بلدهم قال لك هيرجعوا بلدهم تين فما تقلقوش بالنسبة لك بورستان طيب ألمانيا صعود نجم حزب البديل في الانتخابات الإقليمية شمال ألمانيا وميركل تتحمل مسؤولية طبعا مشكلة ميركل جاية من موضوع اللاجئين وأنها سمحت بدخول عدد كبير من اللاجئين وأنه حصل في رأس السنة بالنسبة لإعتداءات الجنسية اغتصاب الحاجات اللي زي كده مشاكل الإرهاب برضو اللي بتحصل والطعن اللي كان في كم مرة فده نتج عنه أنه حزب البديل في الانتخابات الإقليمية هو اللي فاز وهو مناهد للمهاجرين هو ضد سياسة أنجيلا ميركل عندنا كمان كوريا الشمالية النهاردة برضو فيه جدل حول موضوع التجربة النووية الخامسة الأقوى على الإطلاق زلزالة الأرض بقوة خمسة وثلاثة من عشرة ريختر وسط تنديد دولي كوريا الشمالية تؤكد إجراء تجربة نووية خامسة وهي الأقوى على الإطلاق تسببت بهزة أرضية بقوة خمسة وثلاثة من عشرة محللون قالوا أن هذه التجربة ستكون أقوى من الكنبلة الأمريكية التي ضربت مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية وأوباما يطلب من بكين احترام حكم ملزم بشأن بحر الصين الجنوبي أنه لا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي وفيه كمان صدمة صدمة سكان الروس تحولت مياه نهر بأكمله إلى اللون الأحمر صعبة جدا شكرا يعني مفزع فعلا زي ما أنتم شايفين وده قرب مدينة نورلسك الروسية تقع فوق الضائرة كتبية الشمالية تحول للون الأحمر يوم الثلاثة اللي فات والنهر كان كأنه شكله أقرب لشريان دم منه إلى جسم من الماء يعني محدش ما فيش تفاصيل الحقيقة ولكن بيقولوا أنهم تصدموا بالشكل ده لو في تفاصيل أنا نفسي أعرف تفاصيل لو عرفتها أقولها لحضراتكم إن شاء الله الحلقة الجاية طيب عندنا برضو يمكن عايزين نتحدث عن سوريا عندنا لغاية النهاردة المفاوضات أو الاتفاقيات اللي بتتم ما بين روسيا وأمريكا حول المشكلة السورية ما زالت منعقدة يعني إحنا كان في وجود أوباما مع بوتن كدولتين وعزمتين وهم يعني مشتركين بشكل أو بآخر بالنسبة للأزمة السورية اكتبعوا مع بعض على هامش كمة العشرين ولم يصلوا لأي نتائج ولكن حطوا خطوط عريضة بعد كده كمل وزراء الخارجية جون كيري ولا في روف كملوا اجتماعات بشأن هذه الأزمة السورية أول حاجة كانت بتتقال إنه من أوائل الأمور إنه هيتم الإعلان عن هدنة وإنه يجب التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة العسكرية الموجودة في الكلام ده بصينا لقينا إنه جه كلام عن طريق المعارضة ممكن أنا قلت لحضراتكم المعارضة اللي هي بيسموها ائتلاف المعارضة برياض اللي هو كان تم تشكيله في السعودية ويعني بدعم من السعودية وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي فهذا الائتلاف كان أصدر اقتراح لحل السياسي برضو بيشترط فيه إنه ما يكونش فيه وجود للأسد الحل السياسي ده عايزين يطرحوه في المناقشات يعني يحبوا إنه هم يطلعوا في التوقيت ده عشان أثناء المناقشات اللي بتتم ما بين دولتين العزمتين أمريكا وروسيا بالنسبة لموضوع سوريا ولكن لم يتترق حتى البعض بيشبه المفاوضات والمناقشات بالرغم من إنه معروض عليها ليها جدول زمني مناقشات المهمة دي لكن لم يتم الإفساح لم يتم تواجد صحفيين في هذه المناقشات المغلقة ولم يتم الإفساح إلا عن قليل بالنسبة لهذا الأمر الخاص بالأزمة السورية فزي ما بقول لحضراتكم إنه كيري ولافروف مجتمعين بالنسبة لهذا للمفاوضات لحل الأزمة السورية ديمستورا بيقول نجاح مفاوضات كيري ولافروف حول سوريا يمكن أن يحدث فارقا كبيرا عشان كده العيون كلها متجهة إلى هذا الاجتماع وهذه المفاوضات اللي إلى الآن لم يتم غير أننا سمعت خبر بيقول أن كيري بيناقش واشنطن في بعض الاقتراحات اللي توصلة إليها وزيري الخارجية وزيري الخارجية الأمريكي والروسي ولكن زي ما بقول لحضراتكم لم يتم الإعلان إلى الآن ومش عايزة أقول أي حاجة بسرعة النهاردة يعني خلينا الحلقة الجاية أكيد هقول لحضراتكم الأمور الخاصة بالمفاوضات يعني هيكون أكيد هيتم الإفساح عنها لأن احنا مفاوضات العالم كله أنزاره تتجه لهذه المفاوضات هل سيتم التفاهم ما بين القوتين بالنسبة حتى لو فيه تدخل عسكري هما الاتنين هيشتركوا مع بعض هل هيكون فيه قبول للحل السياسي اللي عرضته المعارضة طبعا المعارضة السياسية قدمت أنا بس عايزة أقول لحضراتكم تقرير مهم من قناة الحرة الحي حول خارطة الطريق للإتلاف السوري أو اللي هو كان أنشئ في الرياض المعارض كانوا عايزين إيه عشان بس تبقوا حضراتكم فاهمين والحلقة الجاية بالتأكيد قالنا أخبار بالنسبة للاتفاقيات المفاوضات ما بين روسيا وأمريكا تحت عنوان الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف رقم واحد قدمت المعارضة السورية رؤيتها لحل سياسي لأزمة تجاوزت عامها الخامس تقول المعارضة إن خارطة الطريق التي تقدمها قبيل اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا في العاصمة البريطانية لندن تحظى بموافقة جميع أطياف المعارضة السورية الشيء الجديد إنه الآن في عنا خطة طريق واضحة تجاه المرحلة الانتقالية والانتقال السياسي لم يعد موضوع الانتقال السياسي فقط عبارة عن كليشات ومصطلحات ومبادئ دخلنا بتفاصيل واضحة وتتضمن تلك التفاصيل حسب رؤية المعارضة السورية ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى بعملية انتفاضية تمتد ستة أشهر وتبدأ على أساس قرار جدول العمال الذي يعكس المبادئ الواردة في بيان جينيف وحسب الخطة فإن هذه المرحلة التي يتم خلالها تشكيل إدارة انتقالية تضم شخصيات من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني يتبو أن تتضمن وقف العمال رحيل الأسد توقف أعمال كتلية تشكيل حكومي حكومة يعني ثلاث مراحل اعتبروها أن دي أخدت إطار زمني المفاوضات دي أو العرض لهذه لهذه الأطروحة كان في أثناء تواجدهم في لندن فلاقينا أن جونس اللي هو وزير الخارجية البريطاني بورس جونسون كان له يعني تصريحات أفادت بأنه مبسوط بهذا العرض يعني وبهذا الاقتراح فبالتأكيد طبعا الخارجية السورية أولا بوتن برضو في إحدى حواراته كان بيقول إيه البديل يا جماعة الأسد ومش عايزين قصة رحيل الأسد دي تيجي في أي اقتراحات جي هنا بورس جونسون لما رد على أنه مرحب جدا وأنه كده المفروض أن الحكومة السورية تقبل بهذا الاقتراح جاءت الخارجية السورية وردت الحقيقة بأنه تصرحات جونسون بتفيد باستمرار لندن في عدوانها على سوريا العدوان على سوريا وتظهر عدم إدراكه للوضع في البلاد لأنه يعني خلينا نكمل من الجزء ده التقرير يعني زمايلي لأنه هم شايفين دلوقتي أنه بيقولونهم يا جماعة بصوا لكل الدول اللي أنت وإذا كان العراق بعد صدام حصل فيها إذا كانت دلوقتي بتتكلم عن ليبيا بعد القزافي فأنت بتتكلم عن أنك أنت بعد ما يرحل الأسد وأن دي دولة هتعمل إيه لاتفاق روسي أمريكي بشأن التصدي للجماعات الإرهابية في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية وبدء العملية السياسية ووفقا للخارجية الروسية فإن لابروف وكيري سيجريان مباحثات اليوم وغدا في جينيف وهو ما لم تشأ واشنطن تأكيده فيما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن الجانبين لا يزالان بعيدين عن الوصول إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في سوريا الرئيس أشار إلى أن هذا لن يستمر إلى الأبد دون اتفاق وأنه يرغب في أن يبذل الوزير كيري محاولة أخرى وأنا أشيد بجهد الوزير كيري في متابعة ذلك لكن في النهاية الأمر يعتمد على ما إذا كانت روسيا تفعل مقالته عندما دخلت سوريا وهو محاربة الإرهاب ودعم الانتقال السياسي الذي يضع نهاية للحرب الأهلية السورية وهذا لازم وأساسي لإنهاء المعاناة السورية الاجتماع المحتمل يأتي بعد فشل الجانبين في التوصل إلى تفاهم بشأن الأزمة السورية خلال لقائهما في جنيف طارة وعلى هامش قمة دول مجموعة العشرين في مدينة هاي تبقى مبسوطة قوي لما مشاهدين معي تفعلوا معي ويبعتوا لي حاجات الحياة بعتلي تامر دلوقتي يعني معي على الفيسبوك بيقول لي أن في مؤتمر دلوقتي على فكرة وقناة الجزيرة بتعرضه علشان خاطر ما توصل إليه لافروف وكيري بشكرك جدا يعني وبما مبسوطة جدا يريد كلكم تتفعلوا معي وأنا عايز أقول لكم أن أنا بابقى متابعة معيكم أي حاجة بتبعتوا هيلي على الفيسبوك يعني فلحيزة توصل معي توصل وأنا بقدر أن أنا أشوف رسائلكم المهم الحقيقة فعلا لما دخلت على قناة الجزيرة عرفت أن دلوقتي بالفعل تم الإعلان عن ما تم التوصل إليه بالنسبة للمفاوضات اللي كانت ما بين لافروف وما بين جون كيري وبالفعل دلوقتي فيه مؤتمر صحفي وفيه بعض التصريحات اللي جاية من لافروف أنا بس بحاول برضو علشان تبقوا متابعين معايا أن احنا نجيبها لكم من خلال المطروح من الجزيرة دلوقتي لأنه الكلام ده مهم جدا طيب خلوني لافروف بيقول كانت هناك محدثات مستمرة مع الأمريكيين طيلة أستنى لحل الأزمة السورية ولافروف بيقول لا تزال هناك حالة من عدم الثقة وهناك من يتمنى نسف الخطة المقترحة اليوم أيضا قال لافروف كل القوى مطالبة بإنجاح الخطة التي توصلنا إليها اتفقنا على خطوات لتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب وده اللي احنا كنا منتظرينه أنه سوريا وأنه روسيا وأمريكا يتفقان معا في محاربة الإرهاب ومحاربة داعش وتسهيل وصول المساعدات كل دي كانت اتفاقيات تمت ما بين الجانبين الروسي والأمريكي أيضا كان الحقيقة كمان كان في واشنطن وموسكو ستقيمان مركزا مشتركا لمقاتلة تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام أنا سعيدة قوي بالخبر ده هيكون في واشنطن وموسكو ستقيمان مركزا مشتركا لمقاتلة تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام كيري بيقول نريد أن نرى دخولا سريعا للمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة من سوريا أو في سوريا عفوا ونطالب كيري بيقول نطالب الجميع بالالتزام بوقف الأعمال الاعدائية اعتبارا من مساء الثاني عشر من سبتمبر واتفقنا على خطوات لوقف تحليق مقاتلات النظام السوري فوق مناطق المعارضة ده كيري كيري بيقول الولايات المتحدة وروسيا الخطة التي تم الإعلان عنها بيأمل أن تكون في الاتجاه بالنسبة للسلام لسوريا كانت هناك أيضا بعض التصريحات لديمستورا ديمستورا بيتطلع إلى سوريا ديمقراطية حرة وبيتحدث عن أن الاتفاق الذي تم ما بين روسيا وأمريكا يتضمن وقف الأعمال الاعدائية وتسهيل وقف الأعمال الاعدائية وتسهيل أدخال المساعدات الحقيقة فيعني بجد فعلا أنا سعيدة جدا بأن هذا الاتفاق لأنه كان في مشكلة أمامهم تعريف الإرهاب هل ستظل أمريكا أن هي بتساعد المعارضة لكل واحد منهم بيشتغل في سكة أأمل بشكل كبير جدا أنه هذا الاتفاق ما بين روسيا وأمريكا يساهم في الحل بالنسبة لسوريا لم يتم طبعا دلوقتي أنا بقول لحضراتكم عن أخبار لسه حالا يعني لسه عاجل الآن ومؤتمر صحفي واعتقد أن المؤتمر لسه شغال دلوقتي على بعض القنوات يعني بالنسبة للمؤتمر الصحفي بالنسبة لما تم التوافق عليه لأنه بقول لحضراتكم كالعالم كل أنظره متجهة إلى ماذا سيتم لأنه كان فيه تخوف من أنه كان فيه عقوبات من واشنطن فرضتها على روسيا بالنسبة لأوكرانيا والكلام ده فكان فيه تخوف أنه ده يأثر على المفاوضات السورية أو أنهم يوصلوا الحل في الأزمة السورية ولكن الحمد لله وصلوا الحل تبعيات الحل ده إيه ردود الأفعال على هذا الحل بالتأكيد هنعرض على حضراتكم الحلقات الجاية بس أنا سعيدة أن أنا قدرت النهاردة أعرض على حضراتكم هذا الخبر كعاجل الآن بالنسبة للي تم في هذه المفاوضات الهامة جدا نأمل أن يكون فيه المساعدات الإنسانية بالفعل تدخل أنه المقر اللي هيتم تفعيله بالنسبة لمحاربة داعش يكون يقوي القوتين والعزمتين علشان يكون فيه توحيد الهدف ضد حرب داعش النهاردة على فكرة كانوا بيقولوا برضو روسيا نجحت في أنها أو إذا كانت مش عارفة إذا كانت روسيا أو سوريا لكن قتل القائد فتح الشام اللي كانت جبهة النصرة سابقا حد من القادة البارزين يعني تم قتله الإعلان عن قتله النهاردة بالتأكيد يعني فيه نجحات ضد داعش بهذه القوة أو القوتين العزميتين روسيا وأمريكا لما يتحدوا مع بعض نأمل بأن يكون فيه حل بالنسبة للأزمة السورية ومن الواضح أن هذا الحل لم يتطرق إلى العرض بتاع المعارضة أنا كنت شايفة أن عرض المعارضة جاي بيحاولي أثر على المفاوضات دي ولكن زي ما اتفقنا أنه ما حدش عايز يلجأ دلوقتي لقصة عدم وجود الأسد في مرحلة يعني كده وأنه تقال مرارا وتقرارا وجود الأسد كرئيس لسوريا من عدم وجوده ده رأي الشعب السوري وممكن يحصل انتخابات عشان الشعب السوري يقول رأيه في مثل هذا الأمر طيب فاحنا كده الحقيقة متفقين على هذا الأمر واعتقد أن ده ياخدنا لأن احنا كده يعني هنتابع بقى التطورات في الفترة اللي جاية بإذن الله طبعا عندنا قوات الجيش السوري سيطرت على منطقة الراموسة جنوب حلب حلب من المناطق المهمة في السراع وأيضا تحرير الرقة دي برضو من الأمور الهامة جدا والأعتقد أنه بالتأكيد هيكون فيه تطورات في الفترة اللي جاية من أجلها يعني أعتقد أن دي برضو أمور مهمة جدا عندنا أيضا الحكومة السورية تنفي استخدام كنابل الغاز السام في حلب وإذا ملت لحضراتكم مقتل القائد العسكري العام لجيش الفتح في حلب وهو اللي هي كان اسمها جبهة النصرة أبو عمر صرقاب أبو عمر صرقاب كتلة بغارة جوية للتحالف في ريف حلب وأعلنت جبهة فتح الشام كمان صحة هذه الأخبار بالنسبة لمقتل أبو عمر يعني دي برضو من الحاجات المهمة جدا يعني مشاهدين طيب لو رحنا بقى للجزء الخاص عندنا الأزمة اللي هي ما بين إيران والسعودية أنا مش عايزة أنتهي الحلقة من غير ما نشوف الأزمة اللي تمت ما بين إيران والسعودية بالنسبة لفترة الحاج حضراتكم تذكرون تذكرون حدث التدافع الجامد اللي كان السنة اللي فاتت في الحك وراح ضحيته مجموعة كبيرة قوي كان أغلبيتهم من إيران من الشياء عمل مشاكل بقى وأثار أنه ما فيش تنظيم كويس من الأسرة الملكة في السعودية لتأمين الحجاج أثناء الحج وأنه كان بقى اتقلك أنه لازم إيران بتحط شروط السعودية رفضت الشروط نتج عنه السنة دي أنه لم يتم التنصيق من إيران مع السعودية عشان ترسل حجاج يعني اللي راحوا ممكن يكونوا راحوا الوحديهم ولكن بالفعل هناك السنة دي حتى بيشهد كله في عدد الحجاج اللي موجودين في أراضي السعودية حصل حرب كلامية ما بين إيران والسعودية مع غياب الرحلات المباشرة للحجاج الإيرانيين زي مايلي لو مش شايفين رقم 61 وتقرير مهم جدا التقرير ده عن الجدل تصعد الجدل بين المملكة العربية السعودية وإيران على خلفية أزمة إدارة مناسك الحج اعتبر مفتي السعودية أن الإيرانيين ليسوا مسلمين ووصفا إياهم بأبناء المجوز ده طبعا كان من إيران رد عليه تم الرد من خلال السعودية السودان سند السعودية أدان تصرحات خامنئي والجماعة العربية استنكرت محاولات إيران تسييس الحج ومجلس وزراء الخارجية العرب يشيد بجهود السعودية لتنظيم الحج فبالتالي زي ما بقول لحضراتكم الأزمة دي أزمة للأسف الشديد أزمة مستمرة من العام الماضي إلى الآن وتصرحات متبادلة وإيران موقفهم أنهم شايفين أنه لماذا تأخذ هذا الحق أسرة آل سعود في أن هي اللي بتحتكر موضوع الحج وهي اللي بتنظم وهي اللي بتدخل لها الأموال دي كلها وأنهم شايفين أنه المفروض ده يكون أحقية لعدة دول يكون مجموعة كده ما تبقاش هي بس آل سعود لوحديهم وتلاسن الأمور دلوقتي ومش عارفين طبعا يعني الجماعة العربية بتستنكر محاولات إيران تسييس الحجة ومجلس يعني الأغلبية أعتقد اللي هما بيحربوا التشيع ضد إيران في كل التصرحات دي وقفين مع السعودية النهاردة كان فيه دورة 146 لوزراء الخارجية العرب وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجماعة الدول العربية أكد أنه لم يحدث أن اعترضت دولة عربية واحدة على فكرة تأييد مبعوث عربي لليبيا وأن الجميع أيد الفكرة وبيقول أيضا الحقيقة بتأييد لأن الجماعة العربية يكون لها دور تأثير مؤثر وفعال ومشاركة كاملة في الأزمة السورية واليمنية تونس تتسلم رئاسة الدورة 146 لوزراء الخارجية لوزراء عفوا للجماعة العربية وتونس بتقول ملتزمون بنصرة القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا أما وزير الخارجية البحريني فاستنقر محاولة إيران تسييس موسم الحج في السعودية إذن زي أقول لحضراتكم أنه من خلال الاجتماع الـ 106 أو الدورة 146 لوزراء الخارجية العرب تم مناقشة المشاكل كلها ليبيا القضية الفلسطينية الأزمة السورية والأزمة اليمنية وأيضا الأزمة الحج ما بين إيران وسعودية بالنسبة للسريعا لو إحنا عندنا برضو حاجة بالنسبة للعراق الجيش العراقي بيواصل لاستعدادات لمعركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش كما أيضا كتل 12 عنصر من داعش خلال تصدي الجيش والعراقي لهجوم شنه التنظيم على قرية جنوبية مدينة الموصل ورئيس الوزراء العراقي دعا دول الخليج إلى التعاون مع بلاده للقضاء على تنظيم الدولة الإرهابية داعش مؤكدا أن بلاده قوية رغم التحديات التي تواجهها وأهالي الرمادي في أربيل بانتظار رفع الحكومة الألغام التي تركتها داعش وده أيضا أمور جيدة جدا هناك أيضا تقرير عن فتيات الشمس قوة أيزيدية تشكلت من 142 فتاة كنا في قبضة تنظيم داعش وأتممنا 45 يوم من التدريب العسكري تعلمنا فيه استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة زي الكلاشنكوف والأر بي جي والقنابل يدوية على فكرة في بنات في سوريا وفي العراق بيشاركوا في الجيش وده حاجة برضو جميلة وده عندنا الفتيات الأيزيديات أعتقد أكتر فتيات عانوا من هذا التنظيم الإرهابي ومن اختصاب الفتيات الأيزيديات ومن قتل أهاليهم سنجار أمام أعينهم يعني شفنا كل ده الحقيقة فبالتالي أعتقد ده حاجة جميلة جدا ويعني نأمل في التعاون كل القوى من أجل محاربة داعش ده اللي احنا بنا تمناه الحقيقة جميعا احنا كان عندنا شوية أخبار كده من مصر عن الفساد وحاجات تانية ولكن الحقيقة يعني مشكلتنا مع وزارة التربية والتعليم تغيير الأوراق مشكلتنا كمان في مشكلة لها علاقة بمحافظ القاهرة الحالي إنه كان في قضية سابقة بالنسبة لكسب غير المشروع كانت هو كان على فكرة محافظ القاهرة الحالي هو كان وزير النقل في حكومة شرف عصام شرف تقال إنه هو كان فيه مشكلة كده ودفع فلوس بعد كده محاميه قال إنه هو استرد الفلوس دي تاني الناس بقى اللي هي فاهمة بتقوله هو ما كانش حد موجود خالص ممكن نكون مناسب لمحافظ القاهرة عشان يجيبه برضو وزير النقل حتى لو هو تم تبرقته من موضوع فساد أو غيره عندنا كفاءة تانية هنناقش الموضوع دي وموضوع آخر ما لحقناش نقولها لحضراتكم النهاردة في الأسبوع القادم إن شاء الله انتظرونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة